الإنجيل كما دونه متى شاء الروح الكدس في الكرن الأول للميلاد أن يوحي إلى أربعة رجال أن يدونوا الإنجيل وهو البشارة بالمسيح مخلص العالم فتولى كل منهم التركيز على جانب معين من جوانب حياة يسوع وشخصيته الفريدة فالإنجيل الذي دونه متى يركز على أن المسيح والملك الذي كان اليهود ينتظرونه ولكنهم لما جاء رفضوه وصلبوه مع أنه هو ابن داود الذي تمت به نبوات العهد القديم وابن إبراهيم الآت بالبركة للأمم جميعا ويتضمن هذا الإنجيل نخبة من تعاليم المسيح ولسيما ما يختص منها بملكوت السموات فيكشف أسراره عن طريق الأمثال ويبين ما سيحدث في نهاية الزمان وعند رجوع المسيح ملكا ممجدا وينتهي بالحديث عن آلام المسيح وموته وقيامته الإنجيل كما دونه متى الأصحاح الأول هذا سجل نسب يسوع بن مسيح بن داود بن إبراهيم إبراهيم أنجب إسحاق وإسحاق أنجب يعكوب ويعكوب أنجب يهوذا وإخوته ويهوذا أنجب فارس وزارح من ثامار وفارس أنجب حصرون وحصرون أنجب آرام وآرام أنجب عمينا داب وعمينا داب أنجب نحشون ونحشون أنجب سلمون وسلمون أنجب بوعز من راحاب وبوعز أنجب عبيد من راعوث وعبيد أنجب يسى ويسى أنجب داود الملك وداود أنجب سليمان من التي كانت زوجة لأورية وسليمان أنجب رحب عام ورحب عام أنجب آبي وآبي أنجب آسى وآسى أنجب يهوشافاط ويهوشافاط أنجب يورام ويورام أنجب عزية وعزية أنجب يوثام ويوثام أنجب آحاز وآحاز أنجب حزقية وحزقية أنجب منسة ومنسة أنجب آمون وآمون أنجب يوشية ويوشي أنجب يكنيا وإخوته في أثناء السبي إلى بابل وبعد السبي إلى بابل يكنيا أنجب شأل تئيل وشأل تئيل أنجب زر بابل وزر بابل أنجب أبي هود وأبي هود أنجب الياقيم والياقيم أنجب عازور وعازور أنجب صادوك وصادوك أنجب آخيم وآخيم أنجب اليود واليود أنجب ألي عازر وألي عازر أنجب متان ومتان أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا ومن داود إلى السبي البابلي أربعة عشر جيلا ومن السبي البابلي إلى المسيح أربعة عشر جيلا أما يسوع المسيح فقد تمت ولادته هكذا كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف وقبل أن يجتمعا معا وجدت حبلة من الروح الكدس وإذ كان يوسف خطيبها بارا ولم يرد أن يشهر بها كرر أن يتركها سرا وبينما كان يفكر في الأمر إذا ملاك من الربك الظهر له في حلم يقول يا يوسف بن داود لا تخف أن تأتي بمريم عروسك إلى بيتك لأن الذي هو حبل به إنما هو من الروح الكدس فستلد ابنا وأنت تسميه يسوع لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم حدث هذا كله ليتم ما قاله الرب بلسان النبي القائل ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدع عما نئيل أي الله معنا ولما نهض يوسف من نومه فعل ما أمره به الملاك الذي من الرب فأتى بعروسه إلى بيته ولكنه لم يدخل بها حتى ولدت ابنا فسماه يسوع الأصحاح الثاني وبعدما ولد يسوع في بيت لحم الواقعة في منطقة اليهودية على عهد الملك حيرودوس جاء إلى أوريشاليم بعض المجوس القادمين من الشرك يسألون أين هو المولود ملك اليهود فقد رأينا نجمه طالعا في الشرك فجئنا لنسجد له ولما سمع الملك حيرودوس بذلك اضطرب واضطربت معه أوريشاليم كلها فجمع إليه رؤساء كهنة اليهود وكتبتهم جميعا واستفسر منهم أين يولد المسيح فأجابوه في بيت لحم باليهودية فقد جاء في الكتاب على لسان النبي وأنت يا بيت لحم بأرض يهوذا لست صغيرة الشأن أبدا بين حكام يهوذا لأنه منك يطلع الحاكم الذي يرعى شعب إسرائيل فاستدع هيرودوس المجوس سرا وتحقق منهم زمن ظهور النجم ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وابحثوا جيدا عن الصبي وعندما تجدونه أخبروني لأذهب أنا أيضا وأسجد له فلما سمعوا ما قاله الملك مضوا في سبيلهم وإذا النجم الذي سبق أن رأوه في الشرق يتقدمهم حتى جاء وتوقف فوق المكان الذي كان الصبي فيه فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا ودخلوا البيت فوجدوا الصبي مع أمه مريم فجثوا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا وبخورا ومرا ثم أوحيا إليهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودوس فانصرفوا إلى بلادهم في طريق أخرى وبعدما انصرف المجوس إذا ملاك من الربك الظهر ليوسف في حلم وقال له كم وهرب الصبي وأمه إلى مصر وبق فيها إلى أن آمرك بالرجوع فإن هيرودوس سيبحث عن الصبي ليقتله فقام يوسف في تلك الليلة وهرب بالصبي وأمه منطلقا إلى مصر وبق فيها إلى أن مات هيرودوس ليتم ما قاله الرب بلسان النبي القائل من مصر دعوت ابني وعندما أدرك هيرودوس أن المجوس سخلوا منه استول عليه الغضب الشديد فأرسل وقتل جميع الصبيان في بيت لحم وجوارها من ابن سنتين فمادون بحسب زمن ظهور النجم كما تحققه من المجوس عندئذ تم ما قيل بلسان النبي إرمياء القائل صراخ سمع من الرامة بكاء ونحيب شديد رحيل تبكي على أولادها وتأب أن تتعزى لأنهم قد رحلوا ولما مات هيرودوس إذا ملاك من الرب كالظهر في حلم ليوسف من مصر وقال له كم ارجع بالصبي وأمه إلى أرض إسرائيل فقد مات الذين كانوا يسعون إلى قتله فقام ورجع بالصبي وأمه إلى أرض إسرائيل ولكنه حين سمع أن أرخي لاوس يملك على منطقة اليهودية خلفا لأبيه هيرودوس خاف أن يذهب إلى هناك وإذ أوحي إليه في حلم توجه إلى نواحي منطقة الجليل فوصل بلدة تسمى الناصرة وسكن فيها ليتم ما قيل بلسان الأنبياء إنه سيدعى ناصريا الأصحاح الثالث في تلك الفترة من الزمان ظهر يحن المعمدان في برية اليهودية يبشر قائلا توبوا فقد اقترب ملكوت السموات ويحن هذا هو الذي قيل عنه بلسان النبي إشعياء القائل صوت مناد في البرية أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة وكان يحن يلبس ثوبا من وبر الجمال ويشد وسطه بحزام من جلد ويقتاد الجراد والعسل البري فخرج إليه أهل أورو شليم ومنطقة اليهودية كلها وجميع الكرة المجاورة للأردن فكانوا يتعمدون على يده في نهر الأردن معترفين بخطاياهم ولما رأى يحن كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إليه ليتعمدوا قال لهم يا أولاد الأفاعي من أنظركم لتهربوا من الغضب الآتي فاثمروا ثمرا يليك بالتوبة ولا تعللوا أنفسكم قائلين لنبرهيم أبدا فإني أقول لكم إن الله قادر أن يطلع من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم وها إن الفأس قد ألقيت على أصل الشجر فكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتطرح في النار أنا أعمدكم بالماء لأجل التوبة ولكن الآت بعدي هو أقدر مني وحذاءه لا أستحق أن أحمل هو سيعمدكم بالروح الكدس وبالنار فهو يحمل المذر بيده وسينق بيدره تماما فيجمع كمحه إلى المخزن وأما التبن فيحركه بنار لا تطفى ثم جاء يسوع من منطقة الجليل إلى نهر الأردن وقصد إلى يحنى ليتعمد على يده لكن يحنى أخذ يمانعه قائلا أنا المحتاج أن أتعمد على يدك وأنت تأتي إلي ولكن يسوع أجابه اسمح الآن بذلك فهكذا يليك بنا أن نتم كل بر عندئز سمح له فلما تعمد يسوع صعد من الماء في الحال وإذا السماوات قد انفتحت له ورأى روح الله هابطا ونازلا عليه كأنه حماما وإذا صوت من السماوات يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت كل سرور الأصحاح الرابع ثم صعد الروح بيسوع إلى البرية ليجرب من قبل إبليس وبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فكل هذه الحجارة أن تتحول إلى خبز فأجابه قائلا قد كتب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على حافة سطح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه قد كتب يوصي ملائكته بك فيحملونك على أيديهم لكي لا تصدم قدمك بحجر فقال له يسوع وقد كتب أيضا لا تجرب الرب إلهك ثم أخذه إبليس أيضا إلى قمة جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم عظمتها وقال له أعطيك هذه كلها إن جثوت وسجدت لي فقال له يسوع اذهب يا شيطان فقد كتب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد فتركه إبليس وإذا بعض الملائكة جاءوا إليه وأخذوا يخدمونه ولما سمع يسوع أنه قد ألقي القبض على يحنى عاد إلى منطقة الجليل وإذ ترك الناصرة توجه إلى كفر ناحوم الواقعة على شاطئ البحيرة ضمن حدود زبولون ونفتاليم وسكن فيها ليتم ما قيل بلسان النبي إشعياء القائل أرض زبولون وأرض نفتاليم على طريق البحيرة ما وراء نهر الأردن بلاد الجليل التي يسكنها الأجانب الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في أرض الموت وظلاله أشرك عليهم نورا من ذلك الحين بدأ يسوع يبشر قائلا توبوا فقد اقترب ملكوت السموات وبينما كان يسوع يمشي على شاطئ بحيرة الجليل رأى أخويني هما سمعان الذي يدعى بطرس وانضراوس أخو يلقيان الشبكة في البحيرة إذ كانا صيادين فقال لهما هيا اتبعاني فأجعلكما صيادين للناس فتركا الشباك وتبعاه حالا وصار من هناك فرأى أخوين آخرين هما يعقوب بن زبدي ويحن أخوه في القارب مع أبيهما يصلحان شباكهما فدعاهما ليدبعاه فتركا الكارب وأباهما وتبعاه حالا وكان يسوع يتنقل في منطقة الجليل كلها يعلم في مجامع اليهود وينادب بشارة الملكوت ويشفي كل مرض وعلة في الشعب فذا عصيته في سوريا كلها فحمل إليه الناس مرضاهم المعانين من الأمراض والأوجاع على اختلافها والمسكونين بالشياطين والمصرعين والمشلولين فشفاهم جميعا فتبعته جموع كبيرة من مناطق الجليل والمدن العشر وأورشليم واليهودية وما وراء الأردن الأصحاح الخامس وإذا رأى جموع الناس صعد إلى الجبل وما إن جلس حتى اقترب إليه تلاميذه فتكلم وأخذ يعلمهم فقال توب للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السموات توب للحزانة فإنهم سيعزون توب للودعاء فإنهم سيرثون الأرض توب للجياع والعطاش إلى البر فإنهم سيشبعون توب للرحماء فإنهم سيرحمون توب لأنقياء القلب فإنهم سيرون الله توب لصانعي السلام فإنهم سيدعون أبناء الله توب للمطهدين من أجل البر فإن لهم ملكوت السموات توب لكم متى أهانكم الناس واتهدوكم وقالوا فيكم من أجل كل سوء كاذبين افرحوا وتهللوا فإن مكافأتكم في السموات عظيمة فإنهم هكذا اتهدوا الأنبياء من قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يعيد إليه ملوحته إنه لا يعود يصلح لشيء إلا لأن يطرح خارجا لتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة مبنية على جبل ولا يضيء الناس مصباحا ثم يضعونه تحت مكيال بل يضعونه في مكان مرتفع ليضيء لجميع من في البيت هكذا فليضئ نوركم أمام الناس ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات لا تظن أني جئت لألغي الشريعة أو الأنبياء ما جئت لألغي بل لأكمل فالحق أقول لكم إلى أن تزول الأرض والسماء لن يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء فأي من خالف واحدة من هذه الوصايا الصغرة وعلم الناس أن يفعلوا فعله يدعى الأصغر في ملكوت السموات وأما من عمل بها وعلمها فيدعى عظيما في ملكوت السموات فإني أقول لكم إن لم يزد بركم على بر الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات أبدا سمعتم أنه قيل للأقدمين لا تقتل ومن قتل يستحق المحاكمة أما أنا فأقول لكم كل من هو غاضب على أخيه يستحق المحاكمة ومن يقول لأخيه يا تافه يستحق المثول أمام المجلس الأعلى ومن يقول يا أحمق يستحق نارا جهنم فإذا جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاطرق تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح آخاك ثم ارجع وقدم تقدمتك صارع إلى استرداء خصمك وأنت معه في الطريق إلى المحكمة قبل أن يسلمك الخصم إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي فيلقيك في السجن والحق أقول لك إنك لن تخرج من السجن حتى توفي الفلس الأخير وسمعتم أنه قيل لا تزني أما أنا فأقول لكم كل من ينظر إلى امرأة بقصد أن يشتهيها فقد زنى بها في قلبه فإن كانت عينك اليمنى فخا لك فاقلعها وارمها عنك فخير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يطرح جسدك كله في جهنم وإن كانت يدك اليمنى فخا لك فاقطعها وارمها عنك فخير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يطرح جسدك كله في جهنم وقيل أيضا من طلق زوجته فليعطها وثيقة طلاق أما أنا فأقول لكم كل من طلق زوجته لغير علة الزنة فهو يجعلها ترتكب الزنة ومن تزوج بمطلقة فهو يرتكب الزنة وسمعتم أنه قيل للأقدمين لا تخالف قسمك بل أوفل الرب ما نظرته له أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا أبدا لا بالسماء لأنها عرش الله ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه ولا بأوري شليم لأنها مدينة الملك الأعظم ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة فيها بيضاء أو سوداء ليكن كلامكم نعم إن كان نعم أو لا إن كان لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير وسمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر بمثله بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الخد الآخر ومن أراد محاكمتك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا ومن سخرك أن تسير ميلا فسر معه ميلين من طلب منك شيئا فأعطه ومن جاء يقترد منك فلا ترده خائبا وسمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغد عدوك أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم وباركوا لاعنيكم وأحسنوا معاملة الذين يبغدونكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات فإنه يشرك بشمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار وغير الأبرار فإن أحببتم الذين يحبونكم فأية مكافأة لكم أما يفعل ذلك حتى جبات الضرائب وإن رحبتم بإخوانكم فقط فأي شيء فائق للعادة تفعلون أما يفعل ذلك حتى الوثنيون فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل الأصحاح السادس احذروا من أن تعملوا بركم أمام الناس بكصد أن ينظروا إليكم وإلا فليس لكم مكافأة عند أبيكم الذي في السموات فإذا تصدقت على أحد فلا تنفخ أمامك في البوق كما يفعل المراءون في المجامع والشوارع ليمدحهم الناس الحق أقول لكم إنهم قد نالوا مكافأتهم أما أنت فعندما تتصدق على أحد فلا تدع يدك اليسرى تعرف ما تفعله اليمنى لتكون صدقتك في الخفاء وأبوك السماو الذي يرى في الخفاء هو يكافئك وعندما تصلون لا تكونوا مثل مرائين الذين يحبون أن يصلوا واقفين في المجامع وفي زوايا الشوارع ليراهم الناس الحق أقول لكم إنهم قد نالوا مكافأتهم أما أنت فعندما تصلي فادخل غرفتك واغلق الباب عليك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يكافئك وعندما تصلون لا تكرروا كلاما فارغا كما يفعل الوثنيون ظنا منهم أنه بالإكثار من الكلام يستجاب لهم فلا تكونوا مثلهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه فصلوا أنتم مثل هذه الصلاة أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك على الأرض كما هي في السماء خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا ولا تدخن في تجربة لكن نجنا من الشرير فإن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماو زلاتكم وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماو زلاتكم وعندما تصومون لا تكون عابسي الوجوه كما يفعل المراءون الذين يقطبون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق أقول لكم إنهم قد نالوا مكافأتهم أما أنت فعندما تصوم فاغسل وجهك وعطل رأسك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يكافئك لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسدها السوس والصدق وينقب عنها اللصوص ويسركون بل أكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسدها سوس ولا ينقب عنها لصوص ولا يسركون فحيث يكون كنزك هناك أيضا يكون قلبك العين مصباح الجسد فإن كانت عينك سليمة يكون جسدك كله منورا وإن كانت عينك سيئة يكون جسدك كله مظلما فإذا كان النور الذي فيك ظلاما فما أشد الظلام لا يمكن لأحد أن يكون عبدا لسيدين لأنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر وإما أن يلذما أحدهما فيهجر الآخر لا يمكنكم أن تكونوا عبيدا لله والمال معا لذلك أقول لكم لا تهتموا لمعيشتكم بشأن ما تأكلون وما تشربون ولا لأجسادكم بشأن ما تكتسون أليست الحياة أكثر من مجرد طعام والجسد أكثر من مجرد كساء تأملوا طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن وأبوكم السماو يعولها أفلستم أنتم أفضل منها كثيرا فمن منكم إذا حمل الهموم يقدر أن يطيل عمره ولو مقدار زراع واحدة ولماذا تحملون هم الكساء تأملوا زنابق الحق لكيف تنمو إنها لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم حتى سليمان في قمة مجده لم يكتسه ما يعادل واحدة منها بهاء فإن كان الله هكذا يكس الأعشاب البرية مع إنها توجد اليوم وتطرح غدا في التنور أفلستم أنتم يا قليلي الإيمان أحرى جدا بأن يكسوكم فلا تحملوا الهم قائلين ما عسان نأكل أو ما عسان نشرب أو ما عسان نكتسي فهذه الحاجات كلها تسعى إليها الأمم فإن أباكم السماوي يعلم حاجتكم إلى هذه كلها أما أنتم فاسعوا أولا إلى ملكوت الله وبره فتزاد لكم هذه كلها لا تهتموا بأمر الغد فإن الغد يهتم بأمر نفسه يكفي كل يوم ما فيه من سوء الأصحاح السابع لا تدينوا لألا تدانوا فإنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم لماذا تلاحظ ما هو مقدس للكلاب ولا تطرحوا جواهركم أمام الخنازير لكي لا تدوسها بأرجلها وتنقلب عليكم فتمزككم أطلبوا تعطوا إسعوا تجدوا إقرعوا يفتح لكم فكل من يطلب ينال ومن يسعى يجد ومن يقرع يفتح له وإلا فأي إنسان منكم يطلب منه ابنه خبزا فيعطيه حجرا أو سمكة فيعطيه حية فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالأحرى جدا يعطي أبوكم السماو عطايا جيدة للذين يطلبون منه إذن كل ما تريدون أن يعاملكم الناس به فعاملوهم أنتم به أيضا هذه خلاصة تعليم الشريعة والأنبياء ادخلوا من الباب الضيك فإن الباب المؤدي إلى الهلاك واسع وطريكه رحب وكثيرون هم الذين يدخلون منه ما أضيك الباب وأعصر الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يهتدون إليه احذروا الأنبياء الدجالين الذين يأتون إليكم لابسين ثياب الحملان ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم هل يجنى من الشوك عنب أو من العليك تين هكذا كل شجرة جيدة تثمر ثمرا جيدا وأما الشجرة الردية فإنها تثمر ثمرا رديا لا يمكن أن تثمر الشجرة جيدة ثمرا رديا ولا الشجرة الردية ثمرا جيدا وكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتطرح في النار إذن من ثمارهم تعرفونهم ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل من يعمل بإرادة أب الذي في السموات في ذلك اليوم سيقول لي كثيرون يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك تردنا الشياطين وباسمك عملنا معجزات كثيرة ولكني عندئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط ابتعدوا عني يا فاعلي الإثم فأي من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل حكيم بنى بيته على الصخر فنزلت الأمطار وجرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فلم يسقط لأنه مؤسس على الصخر وأي من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل قبي بنى بيته على الرمل فنزلت الأمطار وجرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فسقط وكان سقوته عظيما ولما أنهى يسوع هذا الكلام ذهلت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كصاحب سلطة وليس مثل كتبتهم الأصحاح الثامن ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة وإذا رجل مصاب بالبرص تقدم إليه وسجد له قائلا يا سيد إن كنت تريد فأنت قادر أن تطهرني فمد يده ولمسه وقال إني أريد فطهر وفي الحال طهر من برصه وقال له يسوع انتبه لا تخبر أحدا بل اذهب واعرض نفسك على الكاهن وقرب التقدم التي أمر بها موسى فيكون ذلك شهادة لهم وحالما دخل يسوع مدينة كفر ناحوم جاءه قائد مئة يتوسل إليه قائلا يا سيد إن خادمي مشلول طريح الفراش في البيت يعاني أشد الآلام فقال له يسوع سأذهب وأشفي فأجاب قائد المئة يا سيد أنا لا أستحق أن تدخل تحت صقف بيتي إنما كل كلمة فيشف خادمي فأنا أيضا رجل تحت سلطة أعلى مني ولي جنود تحت إمرتي أقول لأحدهم اذهب فيذهب ولآخر تعال فيأتي ولعبد فعل هذا فيفعل فلما سامع يسوع ذلك تعجب وقال لمن يدبعونه الحق أقول لكم لم أجد في أحد من إسرائيل إيمانا عظيما كهذا وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشرك والمغرب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعكوب في ملكوت السموات أما بن الملكوت فيطرحون في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان ثم قال يسوع لقائد المئة اذهب وليكن لك ما آمنت بأن يكون وفي تلك الساعة شفيا خادمه وذهب يسوع إلى بيت بطرس فوجد حماته طريحة الفراش تعاني من الحم فلمس يدها فذهبت عنها الحم ونهضت وأخذت تخدمه وعند حلول المساء أحضر إليه الناس كثيرين من المسكونين بالشياطين فكان يطرد الشياطين بكلمة منه وشف المرضى جميعا لكي يتم ما قيل بنسان النبي إشعياء القائل هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا وحين رأى يسوع أن الجموع قد احتشدت حوله أمر تلميذه أن يعبروا إلى الضفة المقابلة فتقدم إليه أحد الكتب وقال يا معلم سأدبعك حيثما تذهب فأجابه يسوع للثعالب أو جار ولطيور السماء أو كار أما ابن الإنسان فليس له مكان يسند إليه رأسه وقال له آخر من تلميذه يا سيد اسمح لي أن أذهب أولا فأدفن أبي فأجابه يسوع اتبعني الآن ودع الموت يدفنون موتاهم ثم ركب الكارب وتبعه تلميذه وإذا عاصفة شديدة قد هبت على البحيرة حتى كادت المياه تبتلع الكارب وكان هو نائما فأسرع التلميذ إليه يوقزونه قائلين يا سيد نجنا إننا نهلك فقال لهم لماذا أنتم خائفون يا قليلي الإيمان ثم نهض وزجر الريح والبحر فساد هدو تام فتعجب الناس وقالوا ترى من هذا حتى إن الريح والبحر يطيعانه ولما وصل يسوع إلى الضفة المقابلة في بلدة الجدريين لقاه رجلان تسكن هما شياطين كانا خارجين من بين الكبور وهما شرسان جدا حتى لم يكن أحد يجرؤ على المرور من تلك الطريق وفجأة صرخا قائلين ما شأنك بنا يا يسوع بن الله أجئت إلى هنا قبل الأوان لتعذبنا وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما فقالت الشياطين ليسوع إن كنت ستطردنا فارسلنا إلى قطيع الخنازير فقال لهم اذهبوا فخرجوا وانتقلوا إلى قطيع الخنازير فانتفع القطيع مسرعا من على حافة الجبل إلى البحيرة ومات فيها غرقا وهرب رعاة الخنازير إلى المدينة ونقلوا خبر كل ما جرى وما حدث للمسكونين وإذا المدينة كلها قد خرجت للقاء يسوع ولما وجده أهلها طلبوا إليه أن يرحل عن ديارهم الأصحاح التاسع ثم ركب يسوع الكارب وعبر البحير راجعا إلى بلدته كفر ناحوم فجاء بعضهم يحملون مشلولا مطروحا على فراش فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمشلول اطمئن يا بني قد غفرت لك خطاياك فقال بعض الكتبة في أنفسهم إنه يجدف وأدرك يسوع ما يفكرون فيه فسألهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم ما هو الأسهل أن يقال قد غفرت لك خطاياك أم أن يقال كم وامشي ولكني قلت ذلك لكي تعلموا أن لابن الإنسان على الأرض سلطة غفران الخطايا عندئذ قال للمشلول كم احمل فراشك واذهب إلى بيتك فقام وذهب إلى بيته فلما رأت الجموع ذلك استولى عليهم الخوف ومجد الله الذي أعطى الناس مثل هذه السلطة وفيما كان يسوع مارا بالكرب من مكتب جباية الدرائب رأى جابيا اسمه متى جالسا هناك فقال له اتبعني فقام وتبعه وبينما كان يسوع متكئا في بيت متى حضر كثيرون من الجبات والخاطئين واتكأوا مع يسوع وتلميذه وعندما رأى الفريسيون ذلك قالوا لتلميذه لماذا يأكل معلمكم مع الجبات والخاطئين وإذ سمع يسوع كلامهم قال ليس الأصحاء هم المحتاجون إلى الطبيب بل المرضى اذهبوا وتعلموا معنى القول إني أطلب رحمة لا ذبيحة فإني ما جئت لأدعو أبرار بل خاطئين ثم تقدم تلميذ يحنى إلى يسوع يسألونه لماذا نصوم نحن والفريسيون ولا يصوم تلميذك فقال لهم يسوع هل يقدر أهل العرس أن يحزنوا ما دام العريس بينهم ولكن ستأتي أيام يكون فيها العريس قد رفع من بينهم فعندئذ يصومون لا أحد يرقع ثوبا عطيقا من كماش جديد لأن الرقعة الجديدة تنكمش فتأكل من الثوب العطيق ويصير الخرق أسوأ ولا يضع الناس الخمر الجديدة في قرب عطيق وإلا فإن الكرب تنفجر فتراق الخمر وتتلف الكرب ولكنهم يضعون الخمر الجديدة في كرب جديدة فتحفظ الخمر والكرب معا وبينما كان يقول هذا إذا رئيس للمجمع قد تقدم وسجد له قائلا ابنت الآن ماتت ولكن تعال والمسه بيدك فتحيا فقام يسوع وتبعه ومعه تلميذه وإذا مرأة مصابة بنزيف دموي منذ إثنتي عشر سنة قد تقدمت إليه من خلف ولمس الطرف ردائه لأنها قالت في نفسها يكفي أن ألمس ولو ثيابه لأشفى فالتفت يسوع ورآها فقال اطمئني يبنى إيمانك قد شفاك فشفيت المرأة من تلك الساعة ولما دخل يسوع بيت رئيس المجمع ورأى النادبين بالمزمار والجمع في الطراب قال انصرفوا فالصبية لم تمت ولكنها نائمة فضحكوا منه فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيد الصبية فنهضت وذاع خبر ذلك في تلك البلاد كلها وفي مكان يسوع راحلا من هناك تبعه أعميان يصرخان قائلين ارحمنا يا ابن داود وعند دخوله البيت تقدما إليه فسألهما يسوع أتؤمناني بأني أقدر أن أفعل هذا أجابا نعم يا سيد فلمس أعينهما قائلا ليكن لكما بحسب إيمانكما فانفاتحت أعينهما وأنظرهما يسوع بشدة قائلا انتبها لا تخبر أحدا ولكنهما انطلقا وأذاعا سيطه في تلك البلاد كلها وما انخرجا حتى جاءه بعضهم بأخرص يسكنه شيطان فلما طرد الشيطان تكلم الأخرص فتعجبت الجموع وقالوا ما شوهد مثل هذا قط في إسرائيل أما الفريسيون فقالوا إنه يطرد الشياطين برئيس الشياطين وأخذ يسوع يتنقل في المدن والكرة كلها يعلم في مجامع اليهود ويناذ ببشارة الملكوت ويشف كل مرض وعله وعندما رأى الجموع أخذته الشفقة عليهم إذ إذ كانوا معزبين مشردين كغنم لا راعي لها عندئذ قال لتلميذه الحصاد كثير والعمال قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده الأصحاح العاشر ثم دع إليه تلميذه لاثني عشر وأعطاهم سلطة على الأرواح النجسة ليطردوها ويشف كل مرض وعل وهذه أسماء الاثني عشر رسولا أولا سمعان الذي دعي بطرس وأندراوس أخوه ويعقوب بن زبدي ويحن أخوه في لبس وبرث الماوس توم ومت جاب الدرائب يعقوب بن حلف وتداوس سمعان القانوي ويهوذ لسخريوطي الذي خانه هؤلاء الاثنى عشر رسولا أرسلهم يسوع وقد أوصاهم قائلا لا تسلكوا طريقا إلى الأمم ولا تدخلوا مدينة سامرية بل اذهبوا بالأحرى إلى الخراف الضال إلى بيت إسرائيل وفيما أنتم ذاهبون بشروا قائلين قد اقترب ملكوت السماوات المرتشف والموت أقيم والبرص طهر والشياطين تردوا مجانا أخذتم فمجانا أعطوا لا تحملوا في أحزمتكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا ولا تأخذوا للطريق زادا ولا ثوبين ولا حداء ولا عصا فإن العامل يستحك طعامه وكلما وكلما دخلت مدينة أو كرية فابحثوا فيها عن من هو مستحق وأقيم هناك حتى ترحلوا وعندما تدخلون بيتا ألق السلام عليه فإذا كان ذلك البيت مستحقا فعلا فليحل سلامكم عليه ولم يكن مستحقا فليرجع سلامكم لكم وإن كان أحد لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم في بيت أو مدينة فاخرجوا من هناك وانفضوا الغبار عن أقدامكم الحق أقول لكم إن حالة مدينتي سدوما وعمورا سوف تكون في يوم الدينونة أخف وطأة من حالة تلك المدينة هأنا أرسلكم مثل الخراف بين الزئاب فكونوا متنبهين كالحيات ومسالمين كالحمام احذروا من الناس فإنهم سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في مجامعهم وتصاكون للمثول أمام الحكام والملوك من أجلي فيكون ذلك شهادة لدى اليهود والأمم على السواء فحين يسلمونكم لا تهتم كيف تتكلمون أو ماذا تقولون فإنكم في تلك الساعة تلهمون ما تقولون فلستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكم وسوف يسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده ويتمرد الأولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مكروهين لدى الجميع من أجل اسمي ولكن من يثبت إلى النهاية هو الذي يخلص فإذا اتهدوكم في مدينة ما فهربوا إلى غيرها فإن الحق أقول لكم لن تفرغوا من مدن اسرائيل إلى أن يأتي ابن الإنسان ليس التلميذ أرفع من المعلم ولا العبد أرفع من سيده يكفي التلميذ أن يصير مثل معلمه والعبد مثل سيده إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول فكم بالأحرى يلقبون أهل بيته فلا تخافوهم لأنهما من محجوب لن يكشف وما من خفي لن يعلن ما أقوله لكم في الظلام كولوه في النور وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح لا تخاف الذين يقتلون الجسد ولكنهم يعجزون عن قتل النفس بل بالأحرى خاف القادر أن يهلك النفس والجسد جميعا في جهنم أما يباع عصفوران بفلس واحد ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض خفية عن أبيكم وأما أنتم فحتى شعر رؤوسكم كله معدود فلا تخاف إذن أنتم أعز من عصافير كثيرة كل من يعترف بي أمام الناس أعترف أنا أيضا به أمام أبي الذي في السموات وكل من ينكرني أمام الناس أنكره أنا أيضا أمام أبي الذي في السموات لا تظن أكثر أكثر مني فلا يستحكني ومن لا يحمل صليبه ويدبعني فهو لا يستحكني من يتمسك بحياته يخسرها ومن يخسر حياته من أجلي فإنه يربحها من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني من يرحب بنبي لكونه نبي فإنه ينال مكافأة نبي ومن يرحب رجل بار لكونه بار فإنه ينال مكافأة بار وأي من سقى واحدا من هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد فقط لأنه تلميذ لي فالحق أقول لكم إن مكافأته لن تضيع أبدا الأصحاح الحادي عشر بعدما انتهى يسوع من توصية تلميذه الإسني عشرة انتقل من هناك وذهب يعلم ويبشر في مدنهم ولما سمع يحنى وهو في السجن بأعمال مسيح أرسل إليه بعض تلميذه يسأله أأنت هو الآت أم ننتظر غيرك فأجاب هم يسوع قائلا اذهبوا أخبروا يحنى بما تسمعون وترون العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقامون والمساكين يبشرون وتوبى لمن لا يشك فيه وما إن انصرف تلميذ يحنى حتى أخذ يسوع يتحدث إلى الجموع عن يحنى ماذا خرجتم إلى البرية لتروا أكصبة تهزها الرياح بل ماذا خرجتم لتروا أإنسانا يلبس ثيابا ناعمة هإن لابسي الثياب الناعمة هم في قصور الملوك إذن ماذا خرجتم لتروا أنبيا نعم أقول لكم وأعظم من نبي فهذا هو الذي كتب عنه ها إني مرسل قدامك رسول الذي يمهد لك طريقك الحق أقول لكم إنه لم يظهر بين من ولدته من النساء أعظم من يحنى المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السموات أعظم منه فمنذ أن بدأ يحنى المعمدان خدمته وملكوت السموات معرض للعنف والعنفاء يختطفونه فإن الشريعة والأنبياء تنبأوا جميعا حتى ظهور يحنى وإن شئتم أن تصدقوا فإن يحنى هذا هو إيلي الذي كان رجوعه منتظرا ومن له أذنان فليسمع ولكن بمن أشبه هذا الجيل إنهم يشبهون أولادا جالسين في الساحات العامة ينادون أصحابهم قائلين زمرنا لكم فلم تركسوا وندبنا لكم فلم تنتحبوا فقد جاء يحنى لا يأكل ولا يشرب فقالوا إن شيطانا يسكنه ثم جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فقالوا هذا رجل شره وسكير صديق لجبات الضرائب والخاطئين ولكن الحكمة قد بررها أبناؤها ثم بدأ يسوع يوبخ المدن التي جرت فيها أكثر معجزاته لكون أهلها لم يتوب فقال الويل لك يا كورزين الويل لك يا بيت صيد فلو أجري في صور وصيد ما أجري فيكما من المعجزات لتاب أهلهما منذ القديم متشحين بالمسوح في وسط الرماط ولكن أقول لكم إن حالة صور وصيد في الدينونة ستكون أخف وطأطا من حالتكما وأنت يا قفر ناحوم هل ارتفعت حتى السماء إنك إلى قعر الهاوية ستهبطين فلو جرى في سدوم ما جرى فيك من المعجزات لبقيت حتى اليوم ولكن أقول لكم إن حالة بلاد سدوم في يوم الدينونة ستكون أخف وطأة من حالتك وفي ذلك الوقت تكلم يسوع فقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال نعم أيها الآب لنوها كذا حسنا في نظرك كل شيء قد سلمه إلي أبي ولا أحد يعرف لبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا لبن ومن أراد لبن أن يعلنه له تعالوا إلي يا جميع المتعبين والرازحين تحت الأحمال الثقيلة وأنا أريحكم أحملوا نيري عليكم وتتلمذوا على يدي لأن وديع ومتواضع القلب فتجدوا الراحة لنفوسكم فإن نيري هين وحملي خفيف الأصحاح الثاني عشر في ذلك الوقت مر يسوع بين الحقول في يوم سبت فجاع تلميذه فأخذوا يقطفون سنابل القمح ويأكلون ولما رآهم الفريسيون قالوا له هئن تلميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت فأجابهم أما كرأتم ما فعله داود ومرافقوه عندما جاعوا كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يكن أكله يحل له ولا لمرافقيه بل للكهنة فقط أولم تقرأوا في الشريعة أن الكهنة ينتهكون السبت بالعمل في الهيكل أيام السبت ولا يحسبون مذنبين ولكني أقول لكم هاهنا أعظم من الهيكل ولو فهمتم معنى القول إني أطلبوا رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا ذنب عليهم فالنبن الإنسان هو رب السبت ثم انتقل من هناك ودخل مجمعهم وإذا هناك رجل يده يابس وإذ أراد الفريسيون أن يشتكوا عليه بتهمة ما سألوه أيحل شفاء المرضى في يوم السبت فأجابهم أي واحد منكم يكون عنده خروف واحد فإذا وقع في حفرة يوم السبت أفلا يمسكه وينتشله فكم هو الإنسان أفضل كثيرا من الخروف إذن يحل فعل الخير يوم السبت ثم قال للرجل مد يدك فمدها فعادت سليمة كاليد الأخرى ولكن الفريسيين خرجوا وتآمروا على يسوع ليقتلوه فعلم بذلك وانسحب من هناك وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وحذرهم من أن يذيع أمره ليتم ما قيل بلسان النبي إشعياء القائل ها هو فتايا الذي اخترته حبيب الذي سرد به نفسي سأضع روح عليه فيعلن العدل للأمم لا يخاصم ولا يصرخ ولا يسمع أحد صوته في الشوارع كصبة مردودة لا يكسر وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يقود العدل إلى النصر وعلى اسمه تعلق الأمم رجاءها ثم أحضر إليه رجل أعمى وأخرص يسكنه شيطان فشفاه حتى أبصر وتكلم فدهش الجموع كلهم وقالوا لعل هذا هو ابن داود أما الفرسيون فلما سمعوا بهذا قالوا إنه لا يطرد الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين وعلم يسوع أفكارهم فقال لهم كل مملكة تنقصم على ذاتها تخرب وكل مدينة أو بيت ينقصم على ذاته لا يصمد فإن كان الشيطان يطرد الشيطان يكون قد انقصم على ذاته فكيف تصمد مملكته وإن كنت أنا أطرد الشياطين ببعل زبول فأبناءكم بمن يطردونهم لذلك هم يحكمون عليكم ولكن إن كنت بروح الله أطرد الشياطين فقد أطبق عليكم ملكوت الله وإلا فكيف يقدر أحد أن يدخل بيت الكوي وينهب أمتعته إذا لم يربط الكوي أولا وبعدئذ ينهب بيته من ليس معي فهو ضدي ومن لا يجمع معي فهو يفرق لذلك أقول لكم إن كل خطيئة وتجديف يغفر للناس وأما التجديف على الروح الكدس فلن يغفر ومن قال كلمة ضد ابن الإنسان يغفر له وأما من قال كلمة ضد الروح الكدس فلن يغفر له لا في هذا الزمان ولا في الزمان الآتي لتكن الشجرة جيدة فتنتج ثمرا جيدا ولتكن الشجرة ردية فتنتج ثمرا رديا فمن الثمر تعرف الشجرة يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون وأنتم أشرار أن تتكلموا كلاما صالحا لأن الفمى يتكلم بما يفيد به القلب فالإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يصدر ما هو صالح والإنسان الشرير يصدر ما هو شرير على أني أقول لكم إن كل كلمة باطلة يتكلم بها الناس سوف يؤدون عنها الحساب في يوم الدينون فإنك بكلامك تبرر وبكلامك تدام عندئذ أجابه بعض الكتب والفرسيين قائلين يا معلم نرغب في أن نشاهد آية تجريها فأجابهم جيل شرير خائن يطلب آية ولن يعطى آية إلا آية ينان النبي فكما بقي ينان في جوف الحود ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا سيبقى ابن الإنسان في جوف الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال سيقف أهل نينوى يوم الدينون مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا لما أنظرهم ينان وها هنا أعظم من ينان وستقوم ملكة الجنوب يوم الدينون مع هذا الجيل وتدينه لأنها جاءت من أقصى الأرض لتسمع حكمة سليمان وها هنا أعظم من سليمان ولكن متى خرج الروح النجس من إنسان يسكنه يهيم في الأماكن القاحلة طالبا الراحة فلا يجد فيقول أرجع إلى مسكني الذي فارقته ويرجع فيجده فارغا مكنوسا مزينا فيذهب ويحضر معه سبعة أرواح أخر أكثر منه شرا فتدخل جميعا وتسكن ذلك الإنسان فتكون آخرته أسوأ من حالته الأولى هكذا تكون حال هذا الجيل الشرير وبينما كان يكلم الجموع إذمه وإخوته قد وقفوا خارجا يطلبون أن يكلموه فقال له واحد من الحاضرين ها إن أمك وإخوتك واقفون خارجا يطلبون أن يكلموك فأجاب قائلا للذي أخبره من هي أمي ومن هم إخوتي ثم أشار بيده إلى تلميذه وقال هؤلاء هم أمي وإخوتي لأن كل من يعمل بإرادة أب الذي في السموات هو أخي وأختي وأمي الأصحاح الثالث عشر في ذلك اليوم خرج من البيت وجلس على شاطئ البحيرة فاجتمعت إليه جموع كثيرة حتى إنه صعد إلى القارب وجلس بينما وقف الجمع كله على الشاطئ فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة قال هإن الزارع قد خرج ليزرع وبينما هو يزرع وقع بعض البذار على الممرات فجاءت الطيور والتهمته ووقع بعضه على أرض سخرية رقيقة التربة فطلع سريعا لأن تربته لم تكن عميقة ولكن لما أشركت الشمس احترك ويبس لأنه كان بلا أصل ووقع بعض البذار بين الأشواك فطلع الشوك وخمكه وبعض البذار وقع في الأرض جيدة فأثمر بعضه مئة ضعف وبعضه ستين وبعضه ثلاثين من له أذناني فليسمع فتقدم إليه التلميذ وسألوه لماذا تكلمهم بأمثال فأجاب لنو قد أعطي لكم أن تعرف أسرار ملكوت السماوات أما أولئك فلم يعط لهم ذلك فإن من عنده يعط المزيد فيفيض وأما من ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه لهذا السبب أكلمهم بأمثال فهم ينظرون دون أن يبصروا ويسمعون دون أن يسمعوا أو يفهموا ففيهم قد تمت نبوة إشعياء حيث يقول سمعا تسمعون ولا تفهمون ونظرا تنظرون ولا تبصرون لأن قلب هذا الشعب قد صار غليظا وصارت آذانهم ثقيلة السمع وأغمضوا عيونهم لألا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا إلي فأشفيهم وأما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فالحق أقول لكم كم تمنى أنبياء وأبرار كثيرون أن يروا ما تبصرون ولم يروا وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهمها يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه هذا هو المزروع على الممرات أما المزروع على أرض سخرية فهو الذي يسمع الكلمة ويقبلها بفرح في الحال ولكنه لا أصل له في ذاته إنما يبقى إلى حين فحالما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة يتعثر أما المزروع بين الأشواك فهو الذي يسمع الكلمة ولكن هم الزمان الحاضر وخداع الغنى يخنقان الكلمة فلا يعطي ثمرا وأما المزروع في الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهمها وهو الذي يعطي ثمرا فينتج الواحد مئة والآخر ستين وغيره ثلاثين وضرب لهم مثلا آخر قال يشبه ملكوت السماوات بإنسان زرع زرع جيد في حقله وبينما الناس نائمون جاء عدوه وبضر زوانا في وسط القمح ومضى فلما نمى القمح بسنابله ظهر الزوان معه فذهب عبيد رب البيت وقال له يا سيد أما زرعت حقلك زرعا جيدا فمن أين جاءه الزوان أجابهم إنسان عدو فعل هذا فسألوا أتريد أن نذهب ونجمع الزوان أجابهم لا لألا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان اتركوهما كليهما ينموان معا حتى الحصاد وفي أوان الحصاد أقول للحصادين اجمعوا الزوان أولا واربطوه حزما ليحرق وأما القمح فاجمعوه إلى مخزن وضرب لهم مثلا آخر قال يشبه ملكوت السماوات ببزرة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله فمع أنها أصغر البذور كلها فحين تنمو تصبح أكبر البقول جميعا ثم تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتبيت في أخصانها وضرب لهم مثلا آخر قال يشبه ملكوت السماوات بخميرة أخذتها مرأة وأخفتها في ثلاثة مقادير من الدقيق حتى اختمر العجين كله هذه الأمور كلها كلم بها يسوع الجموع بأمثال وبغير مثل لم يكن يكلمهم ليتم ما قيل بلسان النبي القائل سأفتح فمي بأمثال وأكشف ما كان مخفيا منذ إنشاء العالم ثم صرف يسوع الجموع ورجع إلى البيت فتقدم إليه تلميذه وقال فاسر لنا مثل زوان الحقل فأجابهم الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان والحقل هو العالم والزرع الجيد هو بن الملكوت والزوان هو بن الشرير أما العدو الذي زرع الزوان فهو بليس والحصاد هو نهاية الزمان والحصادون هم الملائكة وكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يحدث في نهاية الزمان يرسل ابن الإنسان ملائكته فيخرجون من ملكوته جميع المفسدين ومرتكبي الإثم ويطرحون هم في أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان عندئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم من له أذنان فليسمع يشبه ملكوت السماوات بكنز مطمور في حقل وجده رجل فعاد وطمره ومن فرحه ذهب وباع كل ما كان يملك واشترى ذلك الحقل ويشبه ملكوت السماوات أيضا بتاجر كان يبحث عن اللآل الجميلة فما إن وجد لؤلؤة ثمينة جدا حتى ذهب وباع كل ما يملك واشتراها ويشبه ملكوت السماوات أيضا بشبكة ألقيت في البحر فجمعت من كل نوع ولما انتلأت جذابها الصيادون إلى الشاطئ وجلسوا ثم جمعوا ما كان جيدا في سلال وطرحوا الردي خارجا هكذا يحدث في نهاية الزمان يأتي الملائكة فيخرجون الأشرار من بين الأبرار ويترحونهم في أتون النار هناك يكون البقاء وصرير الأسنان أفهمتم هذه الأمور كلها أجابوه نعم فقال ولهذا السبب فأي واحد من الكتب يصير تلميذا لملكوت السماوات يشبه بإنسان رب بيت يطلع من كنزه ما هو جيد وما هو عطيق وبعدما أنهى يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك ولما عاد إلى بلدته أخذ يعلم اليهود في مجامعهم حتى دهشوا وتساءلوا من أين له هذه الحكمة وهذه المعجزات أليس هو ابن النجار أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذة أوليست أخواته جميعا عندنا فمن أين له هذه كلها وكانوا يشكون فيه أما هو فقال لهم لا يكون النبي بلا كرامة إلا في بلدته وبيته ولم يجري هناك إلا معجزات قليلة بسبب عدم إيمانهم به الأصحاح الرابع عشر في ذلك الوقت سمع هيرودس حاكم الربع بأخبار يسوع فقال لخدامه هذا هو يحن المعمدان وقد قام من بين الأموات ولذلك تجرى على يده المعجزات فإن هيرودس كان قد ألقى القبض على يحن وكبله بالقيود وأوضعه السجن من أجل هيرودية زوجتي في لبس أخيه لأن يحن كان يقول له ليس حلانا لك أن تتزوج بها ولما كان هيرودس يريد أن يقتل يحن خاف من الشعب لأن هم كانوا يعتبرون يحن نبيا وفي أثناء الاحتفال بذكر ميلاد هيرودس رقصت ابنة هيرودية في الوسط فصرت هيرودس فأقسم لها واعدا بأن يعطيها أي شيء تطلبه فبعد استشارة أمها قالت أعطني هنا على طبق رأس يحن المعمدان فحزن الملك ولكنه أمر بأن تعطى ما تريد من أجل ما أقسم به أمام المتكئين معه وارسل إلى السجن فقطع رأس يحن وجاء بالرأس على طبق فقدم إلى الصبية فحملته إلى أمها وجاء تلميذ يحن فرفعوا جثمانه ودفنوه ثم ذهبوا وأخبروا يسوع ثم ثم إن سمع يسوع بذلك حتى ركب قاربا ورحل على انفراد إلى مكان خال فسمعت الجموع بذلك وتبعوه من المدن سيرا على الأقدام ولما نزل يسوع إلى الشاطئ رأى جمعا كبيرا فأخذته الشفقة عليهم وشفى مرضاهم وعندما حل المساء اقترب التلميذ إليه وقالوا هذا المكان مقفر وقد فات الوقت فاصل في الجموع ليذهبوا إلى الكرة ويشتروا طعاما لأنفسهم ولكن يسوع قال لهم لا حاجة لهم أن يذهبوا أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا هنا سوى خمسة أرغفة وسمكتين فقال أحضروها إلي هنا وأمر الجموع أن يجلسوا على الحشب ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره إلى السماء وبارك وكسر الأرغفة وأعطاها للتلاميذ فوزعوها على الجموع فأكلت جميع وشبعوا ثم رفع التلاميذ إثنتين عشرة كفة ملؤوها بما فضل من الكسر وكان عدد الآكلين نحو خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد وفي الحال ألزم يسوع التلاميذ أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى الضفة المقابلة من البحيرة حتى يصرف هو الجموع وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل ليصل على انفراد وحل المساء وهو وحده هناك وكان قارب التلاميذ قد بلغ وسط البحيرة والأمواج تضربه لأن الريح كانت معاكسة له وفي الربع الأخير من الليل جاء يسوع إلى التلاميذ ماشيا على ماء البحيرة فلما رآه التلاميذ ماشيا على الماء اضطرب قائلهم إنه شبح ومن خوفهم صرخوا وفي الحال كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخاف فقال له بطرس إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك ماشيا على الماء فقال له يسوع تعال فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء متجها نحو يسوع ولكنه عندما شعر بشدة الريح خاف وبدأ يغرق فصرخ يا رب نجني فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت وما انصعد إلى القارب حتى سكنت الريح فتقدم الذين في القارب وسجد له قائلين أنت حق ابن الله ولما عبروا إلى الضفة المقابلة من البحيرة نزلوا في بلدة جن صارت فعرفه أهل تلك المنطقة وأرسلوا الخبر إلى البلاد المجاورة فأحضروا إليه جميع المرضى وطلبوا منه أن يسمح لهم بلمس طرف ردائه فقط وجميع الذين لمسوه نالوا شفاء ثام الأصحاح الخامس عشر وتقدم إلى يسوع بعض الكتب والفرسيين من أور شليم وسألوه لماذا يخالف تلميذك تقاليد الشيوخ فلا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا فأجابهم ولماذا تخالفون أنتم وصية الله من أجل المحافظة على تقاليدكم فقد أوصل الله قائلا أكرم أباك وأمك ومن أهان آباه أو أمه فالتكن الموت عقابا له ولكنكم أنتم تقولون من قال لأبيه أو أمه إنما أعولك به قد جعلته تقدمة للهيكل فهو في حل من إكرام أبيه وأمه وأنتم بهذا تلغون ما أوصى به الله محافظة على تقاليدكم أيها المراؤون أحسن إشعياء إذ تنبأ عنكم فقال هذا الشعب يكرمني بشفتي أما قلبه فبعيد عني جدا إنما باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم ليست إلا وصايا الناس ثم دع الجمع إليه وقال لهم اسمعوا وفهموا ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان فتقدم إليه تلميذه وقال له أتعلم أن هذا القول قد أثار استياء الفريسيين فأجابهم كل غرسة لم يغرسها أب السماوي لابد أن تقلع دعوهم وشأنهم فهم عميان يقودون عميانا وإذا كان الأعمى يقود أعمى يسقطان معا في حفرة وقال له بطرس فسر لنا ذلك المثل فأجاب وهل أنتم أيضا بلا فهم ألا تدركون بعد أن الطعام الذي يدخل الفم ينزل إلى البطن ثم يطرح إلى الخلاء أما ما يخرج من الفم فإنه من القلب يصدر وهو الذي ينجس الإنسان فمن القلب تنبع الأفكار الشريرة القتل الزن الفسق السرقة شهادة الزور التجديف هذه هي الأمور التي تنجس الإنسان وأما تناول الطعام بأيد غير مخصولة فلا ينجس الإنسان ثم غادر يسوع تلك المنطقة وذهب إلى نواحي صور وصيدة فإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي قد تقدمت إليه صارخة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي معذبة جدا يسكنها شيطان لكنه لم يجبها بكلمة فجاء تلميذه يلحون عليه كائلين اقضي لها حاجتها فهي تصرخ في إثرنا فأجاب ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة إلى بيت إسرائيل ولكن المرأة اقتربت إليه وسجدت له وقالت أعني يا سيد فأجاب ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء الكلاب فقالت صحيح يا سيد ولكن جراء الكلاب تأكل من الفتاة الذي يسقط من موائد أصحابها فأجابها يسوع أيتها المرأة عظيم إيمانك فليكن لك ما تطلبين فشفيت ابنتها من تلك الساعة ثم انتقل يسوع من تلك المنطقة متجها إلى بحيرة الجليل فصعد إلى الجبل وجلس هناك فتوافدت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج ومشلولون وعنق عمي وخرص وغيرهم كثيرون وترحوهم عند قدميه فشفاهم فدهشت الجموع إذ رأوا الخرص يمطكون والمشلولين أصحاء والعرج يمشون والعميا يبصرون ومجدوا إله إسرائيل ولكن يسوع دعا تلميذه إليه وقال إني أشفك على الجمع لأنهم ما زالوا معي منذ ثلاثة أيام وليس عندهم ما يأكلون ولأريد أن أصرفهم صائمين لألا تخور كواهم في الطريق فقال التلميذ من أين لنا في هذه البرية خبز كثير حتى يكفي هذا الجمع الغفير فسألهم كم رغيفا عندكم أجابوا سبعة وبعض سمكات صغار فأمر الجمع أن يجلسوا على الأرض ثم أخذ الأرغفة السبعة والسمكات وشكر وكسر وأعطى التلاميذ فوزعوها على الجموع فأكلت جميع حتى شبعوا ثم رفع التلاميذ سبعة سلال ملؤوها بما فضل من الكسر وكان عدد الآكلين أربعة ألاف رجل ما عدا النساء والأولاد ثم صرف يسوع الجموع وراكب الكارب وجاء إلى نواحي مجدان الأصحاح السادس عشر وجاء بعض الفريسيين والصدوقيين إلى يسوع ليجربوه فطلبوا إليه أن يريهم آية من السماء فأجابهم إذا كانت السماء حمراء صافية عند الغروب تقولون سيكون صح وإذا كانت السماء حمراء متجهمة في الصباح تقولون اليوم مطر إنكم تستدلون على حالة التقصي من منظر السماء أما علامات الأزمنة فلا تستطيعون الاستدلال عليها جيل شرير خائن يطلب آية ولن يعطى آية إلا ما حدث للنبي يونان ثم فارقهم ومضى ولما وصل تلميذه إلى الشاطئ الآخر كانوا قد نسوا أن يتزودوا خبزا وقال لهم يسوع انتبهوا خذوا حذركم من خمير الفريسيين والصدوقيين فبدأوا يحاجون بعضهم بعضا قائلين هذا لأننا لم نتزود خبزا وعلم يسوع بذلك فقال لهم يا قليلي الإيمان لماذا تحاجون بعضكم بعضا لأنكم لم تتزودوا خبزا ألا تفهمون بعض أم نسيتم الأرغفة الخمسة التي أجبعت الخمسة الآلاف وكم كفة رفعتم منها أو نسيتم الأرغفة السبعة التي أجبعت الأربعة آلاف وكم سلا رفعتم منها كيف لا تفهمون أني لم أكن أعني الخبز حين قلت لكم خذوا حذركم من خمير الفريسيين والصدوقيين عندئذ أدرك التلاميذ أنه لم يكن يحذرهم من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين ولما وصل يسوع إلى نواح كيصرية في لبس سأل تلاميذه من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان فأجابوه يقول بعضهم إنك يحن المعمدان وغيرهم إنك النبي إيلية وآخرون إنك إرمياء أو واحد من الأنبياء فسألهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس قائلا أنت هو المسيح ابن الله الحي فقال له يسوع توبى لك يا سمعان ابن يون فما أعلن لك هذا لحم ودم بل أب الذي في السموات وأنا أيضا أقول لك أنت صخر وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وقوات الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض يكون قد ربط في السماء وما تحله على الأرض يكون قد حل في السماء ثم حضرت تلاميذه من أن يقول لأحد إنه هو المسيح من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتلاميذه أنه لا بد أن يمضي إلى أوريشاليم ويتألم على أيدي الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقام فانتح به بطرس جانبا وأخذ يوبخه قائلا حاش لك يا رب أن يحدث لك هذا فالتفت يسوع إلى بطرس وقال له أغرب من أمامي يا شيطان أنت عقبة أمامي لنك تفكر لا بأمور الله بل بأمور الناس ثم قال يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يسير ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويدبعني فأي من أراد أن يخلص نفسه يخسرها ولكن من يخسر نفسه لأجلي فإنه يجدها فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يقدم الإنسان فداء عن نفسه فإن ابن الإنسان سوف يعود في مجد أبيه مع ملائكته فيجازي كل واحد حسب أعماله الحق أقول لكم إن بعضا من الواقفين هنا لن يذوق الموت قبل أن يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته الأصحاح السابع عشر وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويحن آخاه وصعد بهم على انفراد إلى جبل عال وتجلى أمامهم فشع وجهه كالشمس وصار ثيابه بيضاء كالنور وإذا موسى وإيلي كالظهراء لهم يتحدثان معه فبدأ بطرس يقول ليسوع يا رب ما أحسن أن نبقى هنا فإذا شئت أنصبوا هنا ثلاث خيام واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيلي وبينما كان يتكلم إذا سحابة منيرة قد خيمت عليهم وصوت من السحابة يهتف هذا هو ابن الحبيب الذي سررت به كل سرور له اسمعوا فلما سمع التلميذ الصوت وقعوا على وجوههم مرتعبين جدا فاقترب منهم يسوع ولمسهم وقال إنهضوا ولا ترتعبوا فرفعوا أنظارهم فلم يروا إلا يسوع وحده وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تخبروا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من بين الأموات فسأله تلميذه لماذا إذن يقول الكتب إن إيلي لا بد أن يأتي قبلا فأجابهم قائلا حقا إن إيلي يأتي قبلا ويصلح كل شيء على أن يقول لكم قد جاء إيلي ولم يعرفوه بل فعلوا به كل ما شاء كذلك ابن الإنسان أيضا على وشك أن يتألم على أيديهم عندئذ فاهم التلميذ أنه كلمهم عن يحن المعمدان ولما وصلوا إلى الجمعة تقدم رجل إلى يسوع وجفى أمامه وقال يا سيد ارحم ابني لأنه مصاب بالصرع وهو يتعذب عذابا شديدا وكثيرا ما يسقط في النار أو في الماء وقد أحضرته إلى تلاميذك فلم يستطيع أن يشهوه فأجاب يسوع قائلا أيها الجيل غير المؤمن والأعوج إلى متى أبقى معكم إلى متى أحتملكم أحضروه إلي هنا وزجر يسوع الشيطان فخرج من الصبي وشفيا من تلك الساعة ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وسألوه لماذا عجزنا نحن أن نطرد الشيطان أجابهم لقلة إيمانكم فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل بزرة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يستحيل عليكم شيء أما هذا النوع من الشياطين فلا يطرد إلا بالصلاة والصوم وفيما كانوا يتنقلون في الجليل قال يسوع لتلميذه ابن الإنسان على وشك أن يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم فحزنوا حزنا شديدا ولما وصلوا إلى كفر ناحوم جاء جبات ضريبة الدرهمين للهيكل إلى بطرس وقالوا ألا يؤدي معلمكم الدرهمين فأجاب بلى وما إن دخل بطرس البيت حتى بادره يسوع بالسؤال ما رأيك يا سمعان ممن يستوفي ملوك الأرض الجزية أو الضريبة أمن أبناء بلادهم أم من الأجانب أجاب بطرس من الأجانب فقال له يسوع إذن الأبناء أحرار ولكن لكي لا نضع لهم عثرة اذهب إلى البحيرة والقي صنارة الصيد وامسك السمك التي تطلع أولا ثم افتح فمها تجد فيه قطعة نقض بقيمة أربعة دراهم فخذها وأد الدريبة عني وعنك الأصحاح الثامن عشر في تلك الساعة تقدم التلميذ إلى يسوع يسألونه من هو الأعظم إذن في ملكوت السماوات فدعا إليه ولدا صغيرا وأوقفه وسطهم وقال الحق أقول لكم إن كنتم لا تتحولون وتصيرون مثل الأولاد الصغار فلن تدخلوا ملكوت السماوات أبدا فمن فمن اتدع فصار مثل هذا الولد الصغير فهو الأعظم في ملكوت السماوات ومن قبل باسم ولدا صغيرا مثل هذا فقد قبلني ومن كان عثرة لأحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فأفضل له لو علق في عنقه حجر الرحة وأغرق في أعماق البحر الويل للعالم من العثرات فلابد أن تأتي العثرات ولكن الويل لمن تأتي العثرات على يده فإن كانت يدك أو رجلك فخا لك فاقطعها والقها عنك أفضل لك أن تدخل الحياة ويدك أو رجلك مقطوعة من أن تطرح في النار الأبدية وإن كانت عينك فخا لك فاقطعها وألقها عنك أفضل لك أن تدخل الحياة وعينك مكلوعة من أن تطرح في جهنم النار ولك عينان إياكم أن تحتكر أحدا من هؤلاء الصغار فأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء يشاهدون كل حين وجه أب الذي في السماوات فإن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص الهالكين ما رأيكم في إنسان كان عنده مئة خروف فظل واحد منها أفلا يطرق التسعة والتسعين في الجبال ويذهب يبحث عن الضال الحق أقول لكم إنه إذا وجده فإنه يفرح به أكثر من فرحه بالتسعة والتسعين التي لم تضل وهكذا لا يشاء أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه على انفراد فإذا سمع لك تكون قدر بحت أخاك وإذا لم يسمع فخذ معك أخا آخر أو اثنين حتى يبت في كل قضية بشهادة شاهدين أو ثلاثة فإذا لم يسمع لهما فاعرض الأمر على الكنيسة فإذا لم يسمع للكنيسة أيضا فليكن عندك كالوثني وجاب الدرائب فالحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون قد ربط في السماء وما تحلونه على الأرض يكون قد حل في السماء وأيضا أقول لكم إذا اتفق إثنان منكم على الأرض في أي أمر مهما كان ما يطلبانه فإن ذلك يكون لهما من قبل أب الذي في السموات فنوحي ثم اجتمع اثنان أو ثلاثة باسم فأنا هناك في وسطهم عندئذ تقدم إليه بطرس وسأله يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي فأغفر له هل إلى سبع مرات فأجاب يسوع لا إلى سبع مرات بل إلى سبعين سبع مرات لهذا السبب يشبه ملكوت السموات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزن وإذ لم يكن عنده ما يوفي به دينه أمر سيده أن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا يا سيد أمهلني فأوفي لك الدين كله فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق صراحه وسامحه بالدين ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له بمئة دينار فقبد عليه وأخذ بخناقه قائلا أوفني ما عليك فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا امهلني فأوفيك فلم يقبل بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليك وإذ شاهد زملائه العبيد ما جرى حزنوا جدا فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى فاستدعاه سيده وقال له أيها العبد الشرير ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا وإذ ثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه الأصحاح التاسع عشر بعدما أنهى يسوع هذا الكلام انتقذ من الجليل ذاهبا إلى نواح منطقة اليهودية إلى ما وراء نهر الأردن وتبعته جموع كثيرة فشف مرضاهم هناك وتقدم إليه بعض الفريسيين يجربونه فسألوه هل يحل للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب فأجابهم قائلا ألم تقرأوا أن الخالق جعل الإنسان منذ البدء ذكرا وأنثى وقال لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته فيصير الاثنان جسدا واحدا فليس فيما بعد اثنين بل جسد واحد فلا يفرقن الإنسان ما قد قرنه الله فسألوه فلماذا أوصى موسى بأن تعطى الزوجة وثيقة طلاق فتطلق أجاب بسبب قصاوة كلوبكم سمح لكم موسى بتطليق زوجاتكم ولكن الأمر لم يكن هكذا منذ البدء ولكن أقول لكم إن الذي يطلق زوجته لغير علة الزنا ويتزوج بغيرها فإنه يرتكب الزنا والذي يتزوج بمطلقة يرتكب الزنا فقال له تلميذه إن كانت هذه حالة الزوج مع الزوج فعدم الزواج أفضل فأجابهم هذا الكلام لا يقبله الجميع بل الذين أنعم عليهم بذلك فإن بعض الخصيان يولدون من بطون أمهاتهم خصيانا وبعضهم قد خصاهم الناس وغيرهم قد خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السموات فمن استطاع أن يقبل هذا فليقبله ثم قدم إليه بعضهم أولادا صغارا ليضع يديه عليهم ويصلي فزجرهم التلميذ ولكن يسوع قال دعوا الصغار يأتون إلي ولا تمنعهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات ووضع يديه عليهم ثم ارتحل من هناك وإذا شاب يتقدم إليه ويسأل أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لأحصل على الحياة الأبدية فأجابه لماذا تسألني عن الصالح واحد هو الصالح ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فأعمل بالوصايا فسأل أية وصايا أجابه يسوع لا تقتل لا تزني لا تصرق لا تشهد بالزور أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك قال له الشاب هذه كله عملت بها منذ صغري فماذا ينقصني بعد فأجابه يسوع فأجابه يسوع إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل ما تملك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماوات وتعالى اتبعني فلما سمع الشاب هذا الكلام مضى حزينا لأنه كان صاحب ثروة كبيرة فقال يسوع لتلميذه الحق أقول لكم إنه من الصعب على الغني أن يدخل ملكوت السماوات وأيضا أقول إنه لأسهل أن يدخل الجمل في ثقب إبرة من أن يدخل الغني ملكوت السماوات فدهش التلميذ جدا لما سمعوا ذلك وسألوا إذن من يقدر أن يخلص فنظر إليهم وقال لهم هذا مستحيل عند الناس أما عند الله فكل شيء مستطاع عندئذ قال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون نصيبنا فأجابهم يسوع الحق أقول لكم إنه عندما يجلس ابن الإنسان على عرش مجده في زمن التجديد تجلسون أنتم الذين تبعتموني على إثني عشر عرشا لتدين أصباط إسرائيل للإثني عشر فأي من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أولادا أو أراضي من أجل اسمي ينال مئة ضعف ويرث الحياة الأبدية ولكن أولون كثيرون يصيرون آخرين وآخرون كثيرون يصيرون أولين الأصحاح العشرون فإن ملكوت السماوات يشبه بإنسان رب بيت خرج في الصباح الباكر ليستأجر عمالا لكرمه واتفق مع العمال على أن يدفع لكل منهم دينارا في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ثم خرج نحو الساعة التاسعة صباحا فلقي في ساحة المدينة عمالا آخرين بلا عمل فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا واعملوا في كرمي فأعطيكم ما يحق لكم فذهبوا ثم خرج إلى الساحة أيضا نحو الساعة الثانية عشر ظهرا ثم نحو الثالثة بعد الظهر أرسل مزيدا من العمال إلى كرمه ونحو الساعة الخامسة بعد الظهر خرج أيضا فلقي عمالا آخرين بلا عمل فسألهم لماذا تقفون هنا طول النهار بلا عمل أجابوه لأنه لم يستأجرن أحد فقال اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي وعندما حل المساء قال رب الكرم الوكيله ادعو العمالا وادفع الأجرة مبتدئا بالآخرين ومنتهيا إلى الأولين فجاء الذين عملوا من الساعة الخامسة وأخذ كل منهم دينارا فلما جاء الأولون ظنوا أنهم سيأخذون أكثر ولكن كل واحد منهم نال دينارا واحدا وفيما هم يقبدون الدينار تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة فقط وأنت قد ساويتهم بنا نحن الذين عملنا طول النهار تحت حر الشمس فأجاب واحدا منهم يا صاحبي أنا ما ظلمتك ألم تتفق معي على دينار خذ ما هو لك وامض في سبيلك فأنا أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك أما يحق لي أن أتصرف بمالي كما أريد أم أن عينك شريرة لأنني أنا صالح فهكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم انفرض بالتلاميذ الاثني عشر في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم حيث يسلم ابن الإنسان إلى رؤساء الكهنة والكتب فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى أيدي الأمم فيسخرون منه ويجلدونه ويصلبونه ولكنه في اليوم الثالث يقوم فتقدمت إليه أم ابني الزبد وهما معها وسجدت له تطلب منه معروفا فقال لها ماذا تريدين أجابت كل أن يجلس ابناي هذان أحدهما عن يمينك والآخر عن يصارك في مملكتك فأجاب يسوع قائلا لعقوب ويحنى أنتما لا تدريان ما تطلبان أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها أجاباه نعم نقدر فقال لهما كأسي سوف تشربان أما الجلوس عن يميني وعن يصاري فليس لي أن أنحه إلا للذين أعده أبي لهم وعندما سمع التلميذ العشرة بذلك استاءوا من الأخوين فاستدعاهم يسوع جميعا وقال تعلمون أن حكام الأمم يسودونهم وعظماؤهم يتسلطون عليهم وأما أنتم فلا يكن ذلك بينكم ونم أي من أراد أن يصير عظيما بينكم فليكن لكم خادما وأي من أراد أن يصير أولا فيكم فليكن لكم عبدا فهكذا ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين وفيما كان يسوع وتلميذه يغادرون أريحة تبعه جمع كبير وإذا أعمياني كانا جالسين على جانب الطريق ما إن سمعا أن يسوع يمر من هناك حتى صرخا ارحمنا يا رب يا ابن داود ولكن الجمع زجرهما ليسكتا فأخذا يزيدان الصراخ ارحمنا يا رب يا ابن داود فتوقف يسوع ودعاهما إليه وسألهما ماذا تريدان أن أفعل لكما أجاباه أن تفتح لنا أعيننا يا رب فأخذته الشفقة عليهما ولمس أعينهما فعادت أعينهما تبصر حالا وانطلقا يدبعانه الأصحاح الحادي والعشرون ولما اقتربوا من أوري شليم ووصلوا إلى قرية بيت فاجي عند جبل الزيتون أرسل يسوع اثنين من تلميذه قائلا لهما ادخلا الكرية المقابلة لكما تجد في الحال آتانا مربوطة ومعها جحش فحلا رباتهما وأحضراهما إلي فإن اعترضكما أحد فكولا الرب بحاجة إليهما وفي الحال يرسلهما وقد حدث هذا ليتم ما قيل بلسان النبي القائل بشروا ابنة صهيون ها هو ملكك قادم إليك وديعا يركب على آتان وجحش ابن آتان فذهب التلميذين وفعلا ما أمرهما به يسوع فاحضرال آتانا والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فركبا وأخذ الجمع الكبير جدا يفرشون الطريق بثيابهم وأخذ آخرون يقطعون أخصان الشجر ويفرشون بها الطريق وكانت الجموع التي تقدمت يسوع والتي مشت خلفه تهتف قائلة أوصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب أوصلنا في الأعالي ولما دخل يسوع أوري شليم ضجت المدينة كلها وتساءل أهلها من هو هذا فأجابت الجموع هذا هو يسوع النبي الذي من الناصر بالجليل ثم دخل يسوع الهيكل وترض من ساحته جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون وقلب موائد الصيارف ومقاعد باعة الحمام وقال لهم قد كتبا إن بيت بيتا للصلاة يدعى أما أنتم فجعلتموه مغارة لصوص وبينما هو في الهيكل تقدم إليه عمي وعرج فشفاهم فتضيق رؤساء الكهنة والكتب عندما رأوا العجائب التي أجراها والأولاد في الهيكل يهتفون أوصلنا لابن داود فسألوه أتسمع ما يقوله هؤلاء فأجابهم يسوع نعم ألم تقرأوا قط من أفواه الأطفال والردعاء أعددت تسبيحا ثم فارقهم وانطلق خارجا من المدينة إلى قرية بيت عنية وبات فيها وفي صباح اليوم التالي وهو راجع إلى المدينة جاعة وإذا رأى شجرة تين على جانب الطريق اتجه إليها ولكنه لم يجد عليها إلا الورق فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد فيبست التينة في الحال فلما رأى التلميذ ذلك دهشوا وقالوا ما أسرع ما يبست التينة فأجابهم الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان ولا تشكون فإنكم تعملون لا مثل ما عملت بالتينة وحسب بل إن كنتم تقولون لهذا الجبل انقلع وانطرح في البحر فإن ذلك يحدث وكل ما تطلبونه في الصلاة بإيمان تنالونه ولما وصل إلى الهيكل وأخذ يعلم تقدم إليه رؤساء الكهنة والشيوخ الشعب وسألوه بأية سلطة تفعل ما تفعله ومن منحك هذه السلطة فأجابهم يسوع قائلا وأنا أيضا أسألكم أمرا واحدا فإن أجبتموني أقول لكم أنا كذلك بأية سلطة أفعل ما أفعله من أين كانت معمودية يحنى من السماء أم من الناس فتشاور فيما بينهم قائلين إن كنا له إنها من السماء يقول لنا فلماذا لم تصدقوه وإن كلنا من الناس نخشى أن يثور علينا جمهور الشعب لأنهم كلهم يعتبرون يحنى نبيا فأجابوه لا ندري فرد قائلا ولا أنا أقول لكم بأية سلطة أفعل ما أفعله ولكن ما رأيكم كان لإنسان ولدان فقصد أولهما وقال له يا ولدي اذهب اليوم وعمل في قرمي فأجاب لا أريد ولكنه بعد ذلك ندم وذهب ثم قصد الرجل ولده الثاني وقال له ما قاله للأول فأجاب لبيك يا سيدي ولكنه لم يذهب فأي الاثنين عمل بإرادة الآب فقالوا الأول فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إن جبات الضرائب والزانيات سيسبكونكم في الدخول إلى ملكوت الله فقد جاء يحنى إليكم سالكا طريق الحق فلم تصدكوه أما جبات الضرائب والزانيات فصدكوه ولما رأيتم أنتم هذا لم تندموا بعد ذلك لتصدكوه اسمعوا مثلا آخر غرس إنسان رب بيت كرما وأقام حوله سياجا وحفر فيه معصرة وبن فيه برج حراسة ثم سلم الكرم إلى مزارعين وصافر ولما حان أوان الكتاف أرسل عبيده إلى المزارعين ليتسلم ثمر الكرم فقبض المزارعون على العبيد فضربوا أحدهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر بالحجارة ثم أرسل رب البيت ثانية عبيدا آخرين أكثر عددا من الأولين ففعل المزارعون بهؤلاء ما فعلوه بأولئك وأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا سيهابون ابني فما أن رأى المزارعون لابن حتى قال بعضهم لبعض هذا هو الوريث تعالوا نقتله فنستولي على ميراثه ثم قبضوا عليه وترحوه خارج الكرم وقتلوه فعندما يعود رب الكرم ماذا يفعل بأولئك المزارعين أجابوه أولئك الأشرار يهلكهم شرها لكن ثم يسلم الكرم إلى مزارعين آخرين يؤدون له الثمر في أوانه فقال لهم يسوع ألم تقرأوا في الكتاب الحجر الذي رفضه البناه هو نفسه صار حجر الزاوية الأساسي من الرب كان هذا وهو عجيب في أنظارنا لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سينزع من أيديكم ويسلم إلى شعب يؤدي ثمره فأي من يقع على هذا الحجر يتكسر ومن يقع الحجر عليه يسحكه صحقا ولما سمع رؤساء الكهنة والفرسيون المثلين الذين ضربهما يسوع أدركوا أنه كان يعنيهم هم ومع أنهم كانوا يسعون إلى القبض علي فقد كانوا خائفين من الجموع لأنهم كانوا يعتبرونه نبيا الأصحاح الحادي والعشرون ولما اقتربوا من أوري الشليم ووصلوا إلى قرية بيت فاجي عند جبل الزيتون أرسل يسوع اثنين من تلميذه قائلا لهما ادخلا الكرية المقابلة لكما تجد في الحال آتانا مربوطة ومعها جحش فحلا رباطهما وأحضراهما إلي فإن اعترضكما أحد فقولا الرب بحاجة إليهما وفي الحال يرسلهما وقد حدث هذا ليتم ما قيل بلسان النبي القائل بشروا ابنة صهيون ها هو ملكك قادم إليك وديعا يركب على آتان وجحش ابن آتان فذهب التلميذين وفعلا ما أمرهما به يسوع فاحضرال آتانا والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فركبا وأخذ الجمع الكبير جدا يفرشون الطريق بثيابهم وأخذ آخرون يقطعون أخصان الشجر ويفرشون بها الطريق وكانت الجموع التي تقدمت يسوع والتي مشت خلفه تهتف قائلة أوصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب أوصلنا في الأعالي ولما دخل يسوع أوريشاليم ضجت المدينة كلها وتساءل أهلها من هو هذا؟ فأجابت الجموع هذا هو يسوع النبي الذي من الناصر بالجليل ثم دخل يسوع الهيكل وترد من ساحته جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون وقلب موائد الصيارف ومقاعد باعة الحمام وقال لهم قد كتب إن بيت بيتا للصلاة يدعى أما أنتم فجعلتموه مغارة لصوص وبينما هو في الهيكل تقدم إليه عمي وعرج فشفاهم فتضيق رؤساء الكهنة والكتب عندما رأوا العجائب التي أجراها والأولاد في الهيكل يهتفون أوصلنا لابن داود فسألوه أتسمع ما يقوله هؤلاء؟ فأجابهم يسوع نعم ألم تقرأوا قط من أفواه الأطفال والردعاء أعددت تسبيحا ثم فارقهم وانطلق خارجا من المدينة إلى قرية بيت عنية وبات فيها وفي صباح اليوم التالي وهو راجع إلى المدينة جاعة وإذ رأى شجرة تين على جانب الطريق اتجه إليها ولكنه لم يجد عليها إلا الورق فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد فيبست التينة في الحال فلما رأى التلميذ ذلك دهشوا وقالوا ما أصرع ما يبست التينة فأجابهم الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان ولا تشكون فإنكم تعملون لا مثل ما عملت بالتينة وحسب بل إن كنتم تقولون لهذا الجبل انقلع وانطرح في البحر فإن ذلك يحدث وكل ما تطلبونه في الصلاة بإيمان تنالونه ولما وصل إلى الحيكل وأخذ يعلم تقدم إليه رؤساء الكهنة والشيوخ الشعب وسألوه بأية سلطة تفعل ما تفعله ومن منحك هذه السلطة فأجابهم يسوع قائلا وأنا أيضا أسألكم أمرا واحدا فإن أجبتموني أقول لكم أنا كذلك بأية سلطة أفعل ما أفعله من أين كانت معمودية يحنى من السماء أم من الناس فتشاور فيما بينهم قائلين إن كنا له إنها من السماء يقول لنا فلماذا لم تصدقوه وإن كلنا من الناس نخشى أن يثور علينا جمهور الشعب لأنهم كلهم يعتبرون يحنى نبيا فأجابوه لا ندري فرد قائلا ولا أنا أقول لكم بأية سلطة أفعل ما أفعله ولكن ما رأيكم كان لإنسان ولدان فقصد أولهما وقال له يا ولدي اذهب اليوم وعمل في قرمي فأجاب لا أريد ولكنه بعد ذلك ندم وذهب ثم قصد الرجل ولده الثاني وقال له ما قاله للأول فأجاب لبيك يا سيدي ولكنه لم يذهب فأي الاثنين عمل بإرادة الآب فقالوا الأول فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إن جبات الضرائب والزانيات سيصبكونكم في الدخول إلى ملكوت الله فقد جاء يحنى إليكم سالكاً طريق الحق فلم تصدكوه أما جبات الضرائب والزانيات فصدكوه ولما رأيتم أنتم هذا لم تندموا بعد ذلك لتصدكوه اسمعوا مثلاً آخر غرس إنسان رب بيت كرماً وأقام حوله سياجاً وحفر فيه معصرةً وبن فيه برج حراسة ثم سلم الكرم إلى مزارعين وصافر ولما حان أوان الكتاف أرسل عبيده إلى المزارعين ليتسلم ثمر الكرم فكبض المزارعون على العبيد فضربوا أحدهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر بالحجارة ثم أرسل رب البيت ثانية عبيداً آخرين أكثر عدداً من الأولين ففعل المزارعون بهؤلاء ما فعلوه بأولئك وأخيراً أرسل إليهم ابنه قائلاً سيهابون ابني فما أن رأى المزارعون لابن حتى قال بعضهم لبعض هذا هو الوريث تعالوا نقتله فنستولي على ميراثه ثم قبضوا عليه وترحوه خارج الكرم وقتلوه فعندما يعود رب الكرم ماذا يفعل بأولئك المزارعين أجابوه أولئك الأشرار يهلكهم شرها لكن ثم يسلم الكرم إلى مزارعين آخرين يؤدون له الثمر في أوانه فقال لهم يسوع ألم تقرأوا في الكتاب الحجر الذي رفضه البناه هو نفسه صار حجر الزاوية الأساسي من الرب كان هذا وهو عجيب في أنظارنا لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سينزع من أيديكم ويسلم إلى شعب يؤدي ثمره فأي من يقع على هذا الحجر يتكسر ومن يقع الحجر عليه يسحكه صحقا ولما سمع رؤساء الكهنة والفرسيون المثلين الذين ضربهما يسوع أدركوا أنه كان يعنيهمهم ومع أنهم كانوا يسعون إلى القبض عليه فقد كانوا خائفين من الجموع لأنهم كانوا يعتبرونه نبيا الأصحاح الثالث والعشرون عندئذ خاطب يسوع الجموع وتلميذه قال اعتلى الكتبة والفرسيون كرسي موسى ففعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به ولكن لا تعملوا مثل ما يعملون لأنهم يقولون ولا يفعلون بل يحزمون أحمالا ثقيلة لا تطاقوا ويضعونها على أكتاف الناس ولكنهم هم لا يريدون أن يحركوها بطرف الإصبع وكل ما يعملونه فإنما يعملونه لكي يلفتوا نظر الناس إليهم فهم يعرضون عصائبهم ويطيلون أطراف أثوابهم ويحبون أماكن الصدارة في الولائم وصدور المجالس في المجامع وأن تلقى عليهم التحيات في الساحات وأن يدعوهم الناس يا معلم يا معلم أما أنتم فلا تقبلوا أن يدعوكم أحد يا معلم لأن معلمكم واحد وأنتم جميعا إخوة ولا تدعوا أحدا على الأرض أبا لكم لأن أباكم واحد وهو الآب الذي في السموات ولا تقبلوا أن يدعوكم أحد رؤساء لأن رئيسكم واحد وهو المسيح وليكن أكبركم خادما لكم فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع لكن الويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون فإنكم تغلقون ملكوت السموات في وجوه الناس فلا أنتم تدخلون ولا تدعون الداخلين يدخلون الويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون فإنكم تلتهمون بيوت الأرامل وتتذرعون بإطالة صلواتكم لذلك ستنزل بكم دينونة أقصى الويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون فإنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا متهودا واحدا فإذا تهودا جعلتموه أهلا لجهنم دعف ما أنتم عليه الويل لكم أيها القادة العميان تقولون من أقسم بالهيكل فقسمه غير ملزم أما من أقسم بذهب الهيكل فقسمه ملزم أيها الجهال والعميان أي الاثنين أعظم الذهب أو الهيكل الذي يجعل الذهب مقدسا وتقولون من أقسم بالمذبح فقسمه غير ملزم أما من أقسم بالتقدمة التي على المذبح فقسمه ملزم أيها العميان أي الاثنين أعظم التقدمة أو المذبح الذي يجعل التقدمة مقدسة فإن من أقسم بالمذبح فقد أقسم به وبكل ما عليه ومن أقسم بالهيكل فقد أقسم به وبالساكن فيه ومن أقسم بالسماء فقد أقسم بعرش الله وبالجالس عليه الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون فإنكم تؤدون حتى عشور النعنع والشبث والكمون وقد أهملتم أهم ما في الشريعة العدل والرحمة والأمانة كان يجب أن تفعلوا هذه ولا تخفلوا تلك أيها القادة العميان إنكم تصفون الماء من البعودة ولكنكم تبلعون الجمل الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون فإنكم تنظفون الكأس والصحف من الخارج ولكنهما من الداخل ممتلئتان بما كسبتم بالنهب والطمع أيها الفريسي الأعمى نظف أولا داخل الكأس ليصير خارجها أيضا نظيفا الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون فإنكم كالكبور المطلية بالكلس تبدو جميلة من الخارج ولكنها من الداخل ممتلئة بعظام الموت وكل نجاسة كذلك أنتم أيضا تبدون للناس أبرارا ولكنكم من الداخل ممتلئون بالرياء والفسق الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون فإنكم تبنون كبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار وتقولون لو عشنا في زمن أبائنا لما شارقناهم في سفك دم الأنبياء فبهذا تشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء قاتلي الأنبياء تكملوا ما بدأه أبائكم ليطفح الكيل أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تفلتون من عقابي جهنم لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين فبعدهم تقتلون وتصلبون وبعدهم تجلدون في مجامعكم وتطاردونهم من مدينة إلى أخرى وبهذا يقع عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل البار إلى دم زكري بن براخيا الذي قتلتموه بين محراب الهيكل والمذبح الحق أقول لكم إن عقاب ذلك كله سينزل بهذا الجيل يا أرشاليم يا أرشاليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تريدوا ها إن بيتكم يترك لكم خرابا فإني أقول لكم إنكم لم تروني من الآن حتى تقولوا مبارق الآتي باسم الرب الأصحاح الرابع والعشرون ثم خرج يسوع من الهيكل ولما غادره تقدم إليه تلميذه ولفتوا نظره إلى مباني الهيكل فقال لهم أما ترون هذه المباني كلها الحق أقول لكم لن يترك هنا حجر فوق حجر إلا ويهدم وبينما كان جالسا على جبل الزيتون تقدم إليه التلميذ على انفراد وقال له أخبرنا متى يحدث هذا وما هي علامة رجوعك وانتهاء الزمان فأجاب يسوع انتبهوا لا يضللكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين إني أنا هو المسيح فيضللون كثيرين وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب فإياكم أن ترتعبوا فلابد أن يحدث هذا كله ولكن ليست النهاية بعد فسوف تنقلب أمة على أمة ومملكة على مملكة وتحدث مجاعات وزلازل في عدة أماكن ولكن هذه كلها ليست إلا أول المخاط عندئذ يسلمكم الناس إلى العذاب ويقتلونكم وتكونون مكروهين لدى جميع الأمم من أجل اسمي فيرتد كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغدون بعضهم بعضا ويظهر كثيرون من الأنبياء الدجالين ويضللون كثيرين وإذ يعم الإثم تبرد المحبة لدى الكثيرين ولكن الذي يثبت حتى النهاية فهو يخلص فسوف ينادى ببشارة الملكوت هذه في العالم كله شهادة لي لدى الأمم جميعا وبعد ذلك تأتي النهاية فعندما ترون رجاسة الخراب التي قيل عنها بلسان دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم الكارئ عندئذ ليهرب الذين في منطقة اليهودية إلى الجبال ومن كان على السطح فلا ينزل يأخذ ما في بيته ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه والويل للحبال والمردعات في تلك الأيام فصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء أو في سبت فسوف تحدث عندئذ ضيقة عظيمة لم يحدث مثلها منذ بدء العالم إلى الآن ولن يحدث ولولا أن تلك الأيام ستختصر لما كان أحد من البشر يخلص ولكن من أجل المختارين ستختصر تلك الأيام فإن قال لكم أحد عندئذ ها إن المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا فسوف يبرز أكثر من مسيح دجال ونبي دجال ويقدمون آيات عظيمة وعاجيبة ليضللوا حتى المختارين لو استطاعوا ها أنا قد أخبرتكم بالأمر قبل حدوثه فإذا قال لكم الناس ها هو المسيح في البرية فلا تخرجوا إليها أو ها هو في الغرف الداخلية فلا تصدقوا فكما أن البرك يومد من الشرق فيضيء في الغرب هكذا يكون رجوع ابن الإنسان فحيث توجد الجيفة تتجمع النصور وحالا بعد الضيقة في تلك الأيام تظلم الشمس ويحجب الكمر ضوءه وتتهاوى النجوم من السماء وتتزعزع قوات السموات وعندئذ تظهر آية ابن الإنسان في السماء فتنتحب قبائل الأرض كلها ويرون ابن الإنسان آتيا على سحب السماء بقدرة ومجد عظيم وارسلوا ملائكته بصوت بوك عظيم ليجمعوا مختاريه من الجهات الأربع من أقاس السموات إلى أقاسيها وتعلموا هذا المثل من شجرة التين عندما تلين أخصانها وتطلع ورقا تعرفون أن الصيف قريب هكذا أيضا حين ترون هذه الأمور جميعها تحدث فاعلموا أنه قريب بل على الأبواب الحق أقول لكم لا يزول هذا الجيل أبدا حتى تحدث هذه الأمور كلها إن السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول أبدا أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد ولا ملائكة السموات إلا الآب وحده وكما كانت الحال في زمن نوح كذلك ستكون عند رجوع ابن الإنسان فقد كان الناس في الأيام السابقة للطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون حتى فاجأهم اليوم الذي دخل فيه نوح السفينة ونزل الطوفان وهم لاهون فأخذت جميع هكذا ستكون الحال عند رجوع ابن الإنسان عندئذ يكون رجلان في الحقل فيأخذ أحدهما ويطرق الآخر ومرأتان تطحنان على الرحة فتأخذ إحداهما وتطرق الأخرى تصهروا إذن لأنكم لا تعرفون في أي ساعة يرجع ربكم وألموا أنه لو عرف رب البيت في أي ربع من الليل يدهمه اللص لظل ساهرا ولم يدع بيته ينقب فكونوا أنتم أيضا على استعداد لأن ابن الإنسان سيرجع في ساعة لا تتوقعونها فمن هو إذن ذلك العبد الأمين والحكيم الذي أقامه سيده على أهل بيته ليقدم لهم الطعام في أوانه طوب لذلك العبد الذي يأتي سيده فيجده يقوم بعمله الحق أقول لكم إنه سيقيمه على ممتلكاته كلها ولكن إذا قال ذلك العبد الشرير في قلبه سيتأخر سيدي في رجوعه وبدأ يضرب زملاءه العبيد ويأكل ويشرب مع السكيرين فإن سيد ذلك العبد لابد أن يرجع في يوم لا يتوقعه وساعة لا يعرفها فيفصله ويجعل نصيبه مع المرائين هناك يكون البكاء وصرير الأسنان الأصحاح الخامس والعشرون حينئذ يشبه ملكوت السماوات بعشر عذارة أخذنا مصبيحهن وانطلقنا لملاقات العريس وكانت خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات فأخذت الجاهلات مصبيحهن دون زيت احتياطي وأما الحكيمات فأخذنا مع مصبيحهن زيت احتياطيا وضعناه في أوعية وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعا ونمنا وفي منتصف الليل دوى الهتاف ها هو العريس آت فانطلقنا لملاقاته فنهدت العذارة جميعا وجهزنا مصبيحهن وقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا بعض الزيت من عندكن فإن مصبيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات ربما لا يكفي لنا ولكن فاذهبنا بالأحرى إلى بائع الزيت واشترينا لكن وبينما جاهلات ذاهبات للشراء وصل العريس فدخلت المستعدات معه إلى قاعة العرص وأغلق الباب وبعد حين رجعت العذارة الأخريات وكن يا سيد يا سيد افتح لنا فأجاب العريس الحق أقول لكن إني لا أعرفكن فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة فذلك أجبه بإنسان مسافر استدعى عبيده وسلمهم أمواله فأعطى واحدا منهم خمس وزنات من الفضة وأعطى آخر وزنتين وأعطى الثالثة وزنة واحدة كل واحد على قدر طاقته ثم سافر وفي الحال مضى الذي أخذ الوزنات الخمسة وطاجر بها فربح خمس وزنات أخرى وعمل مثله الذي أخذ الوزنتين فربح وزنتين أخرين ولكن الذي أخذ الوزنة الواحدة مضى وحفر حفرة في الأرض وطمر مال سيده وبعد مدة طويلة رجع سيد أولئك العبيد واستدعاهم ليحاسبهم فجاءه الذي أخذ الوزنات الخمسة وقدم الوزنات الخمسة الأخرى وقال يا سيد أنت سلمتني خمس وزنات فهذه خمس وزنات غيرها ربحتها فقال له سيده حسنا فعلت أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك ثم جاءه أيضا الذي أخذ الوزنتين وقال يا سيد أنت سلمتني وزنتين فهاتاني وزنتان غيرهما ربحتهما فقال له سيده حسنا فعلت أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك ثم جاءه أيضا الذي أخذ الوزنة الواحدة وقال يا سيد عرفتك رجلا كاسيا تحصد من حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر فخفت فذهبت وتمرت وزنتك في الأرض فهذا هو مالك فأجابه سيده أيها العبد الشرير الكسول عرفت أني أحصد من حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر فكان يحسن بك أن تودع مالي عند الصيارفة لكي أسترده لدى عودتي مع فائدته ثم قال العبيد خذوا منه الوزنة واعطوها لصاحب الوزنات العشر فإن كل من عنده يعطى المزيد فيفيد ومن ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه أما هذا العبد الذي لا نفع منه فطرحوه في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان وعندما يعود ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته فإنه يجلس على عرش مجده وتجتمع أمامه الشعوب كلها فيفصل بعضهم عن بعض كما يفصل الراع الغنم عن الماعز فيوقف الغنم عن يمينه والماعز عن يصاره ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا من باركهم أبي رث الملكوت الذي أعد لكم منذ إنشاء العالم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فآويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني سجيدا فأتيتم إلي فيرد الأبرار قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك وما ترأيناك غريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك وما ترأيناك مريضا أو سجينا فزرناك فيجيبهم الملك الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم ثم يقول للذين عن يصاره تعدوا عني يا ملعين إلى النار الأبدي المعدى لإبليس وأعوانه لأن جعت فلم تطعموني وعطشت فلم تسكوني كنت غريبا فلم تأوني عريانا فلم تكسوني مريضا وسجينا فلم تزوروني فيرد هؤلاء أيضا قائلين يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو سجينا ولم نخدمك فيجيبهم الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوا ذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي لم تفعلوا فيذهب هؤلاء إلى العقاب الأبدي والأبرار إلى الحياة الأبدية الأصحاح السادس والعشرون ولما أنهى يسوع هذه الأكوال كلها قال لتلميذه أنتم تعرفون أنه بعد يومين يأتي الفصح فسوف يسلم ابن الإنسان ليصلب وعندئذ اجتمع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار رئيس الكهنة المدعو قيافة وتآمروا ليقبضوا على يسوع بمكر ويقتلوه ولكنهم قالوا لا نفعل ذلك في العيد لأن لا يحدث اضطراب بين الشعب وإذ كان يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص جاءت إليهم رأة تحمل كارورة عطر غالي الثمن وسكبته على رأسه وهو متكئ فاستاء التلميذ لما رأوا ذلك وقالوا لماذا هذا التبزير فقد كان يمكن أن يباع هذا العطر بكثير ويوهب الثمن للفقراء وإذ علم يسوع بذلك قال لهم لماذا تضيقون هذه المرأة قد عملت بي عملا حسنا فإن الفقراء عندكم في كل حين أما أنا فلن أكون عندكم في كل حين فإنها إذ سكبت العطر على جسمي فقد فعلت ذلك إعدادا لدفني والحق أقول لكم إنه حيث ينادى بهذا الإنجيل في العالم أجمع يحدث أيضا بما عملته هذه المرأة إحياء لذكرها عندئذ ذهب واحد من الاثنين عشر وهو المدعو يهوذ الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال كم تعطونني لأسلمه إليكم فوزن له ثلاثين قطعة من الفضة ومن ذلك الوقت أخذ يهوذ يتحين الفرصة لتسليمه وفي اليوم الأول من أيام الفطير تقدم التلميذ إلى يسوع يسألون أين تريد أن نجهز لك الفصح لتأكل؟ أجابهم دخلوا المدينة واذهبوا إلى فلان وقولوا له المعلم يقول إن ساعتي قد اقتربت وعندك سأعمل الفصح مع تلميذي ففعل التلميذ ما أمرهم به يسوع وجهزوا الفصح هناك وعند المساء اتكأ لاثنين عشر وبينما كانوا يأكلون قال الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني فاستولى عليهم الحزن الشديد وأخذ كل منهم يسأله هل أنا يا رب؟ فأجاب الذي يغمس يده معي في الصحفة هو الذي يسلمني إن ابن الإنسان لا بد أن يمضي كما قد كتب عنه ولكن الويل لذلك الرجل الذي على يده يسلم ابن الإنسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد فسأله يهوذا مسلمه هل أنا هو يا معلم؟ أجابه أنت قلت وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفا وباركا وكسر وأعطى التلميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم فإن هذا هو دم الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا على أني أقول لكم إني لا أشرب بعد اليوم من نتاج الكرمة هذا حتى يأتي اليوم الذي فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي ثم رتلوا من المزامير وانطلقوا خارجا إلى جبل الزيتون عندئذ قال لهم يسوع في هذه الليلة ستشكون فيا كلكم لأنه قد كتب سأضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع ولكن بعد قيامتي أسبككم إلى الجليل فرد عليه بطرس قائلا ولو شك فيك الجميع فأنا لا أشك هجابه يسوع الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تكون قد أنكرتني ثلاث مرات فقال بطرس ولو كان علي أن أموت معك لا أنكرك أبدا وقال التلميذ كلهم مثل هذا القول ثم ذهب يسوع وتلميذه إلى بستان يدعى جس سيماني وقال لهم اجلسوا هنا ريثما أذهب إلى هناك وأصلي وقد أخذ معه بطرس وابني زبدي وبدأ يشعر بالحزن والكآبة فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت بكوا هنا واصهروا معي وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه يصلي قائلا يا أبي إن كان ممكنا فلتعبر عني هذه الكأس ولكن لا كما أريد أنا بل كما تريد أنت ورجع إلى التلميذ فوجدهم نائمين فقال لبطرس أهكذا لم تقدروا أن تصهروا معي ساعة واحدة اصهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة إن الروح نشيط أما الجسد فضعيف وذهب ثانية يصلي فقال يا أبي إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا بأن أشربها فلتكن مشيئتك ورجع إلى التلميذ فوجدهم نائمين أيضا لأن النعاس أفقل أعينهم فتركهم وعاد يصل مرة ثالثة وردد الكلام نفسه ثم رجع إلى تلميذه وقال ناموا الآن واستريحوا حانت الساعة وسوف يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين كوموا لنذهب ها قد اقترب الذي يسلمني وفيما هو يتكلم إذا يهوذى أحد الاثنين عشر قد وصل ومعه جمع عظيم يحملون السيوف والعصي وقد أرسلهم رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله فهو هو فاقبضوا عليه فتقدم في الحال إلى يسوع وقال سلام يا سيدي وقبله فقال له يسوع يا صاحبي لماذا أنت هنا فتقدم الجمع وألق القبض على يسوع وإذا واحد من الذين كانوا مع يسوع قد مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه فقال يسوع له رد سيفك إلى غمده فإن الذين يلجأون إلى السيف بالسيف يهلكون أم تظن أني لا أقدر الآن أن أطلب إلى أبي فيرسل لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة ولكن كيف يتم الكتاب حيث يقول إن ما يحدث الآن لابد أن يحدث ثم وجه يسوع فصاكوه إلى قياف رئيس الكهنة وأنه حضر شهود زور كثيرون أخيراً أخيراً نحن الأن وقالا هذا قال إني أقدر أن أهدما هيكل الله وأبنيه في ثلاثة أيام فوقف رئيس الكهنة وسأله أما تجيب بشيء على ما يشهد به هذان عليك ولكن يسوع ظل صامتا فعاد رئيس الكهنة يسأله قال أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله فأجابه يسوع أنت كلتا وأقول لكم أيضا إنكم منذ الآن سوف ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين الكدرة ثم آتيا على سحب السماء فشك رئيس الكهنة ثيابه وصرخ قد جدف لا حاجة بنا بعد إلى شهود وهأنتم قد سمعتم تجديفه فما رأيكم أجابوا يستحق عقوبة الموت فبسقوا في وجهه وضربوه ولطمه بعضهم قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك في تلك الأثناء كان بطرس جالسا في الدار الخارجية فتقدمت إليه خادمة وقالت وأنت كنت مع يسوع الجليلي فأنقر بطرس أمام الجميع وقال لا أدر ما تقولين ثم خرج إلى مدخل الدار فعرفته خادمة أخرى فقالت للحاضرين هناك وهذا كان مع يسوع الناصري فأنقر بطرس مرة ثانية وأقسم إني لا أعرف ذلك الرجل وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقال له بالحق إنك واحد منهم فإن لهجتك تدل عليك فابتدأ بطرس يلعن ويحلف قائلا إني لا أعرف ذلك الرجل وفي الحال صاح الديك فتذكر بطرس كلمة يسوع إذ قال له قبل أن يصيح الديك تكون قد أنقرتني ثلاث مرات فخرج إلى الخارج وبكى بكاء مرا الأصحاح السادس والعشرون ولما أنهى يسوع هذه الأكوال كلها قال لتلميذه أنتم تعرفون أنه بعد يومين يأتي الفصح فسوف يسلم ابن الإنسان ليصلب وعندئذ اجتمع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار رئيس الكهنة المدعو قيافة وتآمروا ليقبضوا على يسوع بمكر ويقتلوه ولكنهم قالوا لا نفعل ذلك في العيد لأن لا يحدث اضطراب بين الشعب وإذ كان يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص جاءت إليهم رأة تحمل كارورة عطر غال الثمن وسكبته على رأسه وهو متكئ فاستاء التلميذ لما رأوا ذلك وقالوا لماذا هذا التبزير فقد كان يمكن أن يباع هذا العطر بكثير ويوهب الثمن للفقراء وإذ علم يسوع بذلك قال لهم لماذا تضيقون هذه المرأة قد عملت بي عملا حسنا فإن الفقراء عندكم في كل حين أما أنا فلن أكون عندكم في كل حين فإنها إذ سكبت العطر على جسمي فقد فعلت ذلك إعدادا لدفني والحق أقول لكم إنه حيث ينادى بهذا الإنجيل في العالم أجمع يحدث أيضا بما عملته هذه المرأة إحياء لذكرها عندئذ ذهب واحد من الاثني عشر وهو المدعو يهود الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال كم تعطونني لأسلمه إليكم فوزن له ثلاثين قطعة من الفضة ومن ذلك الوقت أخذ يهود يتحين الفرصة لتسليمه وفي اليوم الأول من أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع يسألون أين تريد أن نجهز لك الفصح لتأكل أجابهم دخلوا المدينة واذهبوا إلى فلان وقولوا له المعلم يقول إن ساعتي قد اقتربت وعندك سأعمل الفصح مع تلاميذي ففعل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وجهزوا الفصح هناك وعند المساء اتكأ لاثني عشر وبينما كانوا يأكلون قال الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني فاستولى عليهم الحزن الشديد وأخذ كل منهم يسأله هل أنا يا رب فأجاب الذي يغمس يده معي في الصحفة هو الذي يسلمني إن ابن الإنسان لا بد أن يمضي كما قد كتب عنه ولكن الويل لذلك الرجل الذي على يده يسلم ابن الإنسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد فسأله يهوذا مسلمه هل أنا هو يا معلم أجابه أنت قلت وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفا وباركا وكسر وأعطى التلميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم فإن هذا هو دم الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا على أني أقول لكم إني لا أشرب بعد اليوم من نتاج الكرمة هذا حتى يأتي اليوم الذي فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي ثم رتلوا من المزامير وانطلقوا خارجا إلى جبل الزيتون عندئذ قال لهم يسوع في هذه الليلة ستشكون فيا كلكم لأنه قد كتب سأضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع ولكن بعد قيامتي أسبككم إلى الجليل فرد عليه بطرس قائلا ولو شك فيك الجميع فأنا لا أشك أجابه يسوع الحق أقول لك أنك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تكون قد أنقرتني ثلاث مرات فقال بطرس ولو كان علي أن أموت معك لا أنكرك أبدا وقال التلميذ كلهم مثل هذا القول ثم ذهب يسوع وتلميذه إلى بستان يدعى جس سيماني وقال لهم اجلسوا هنا ريثما أذهب إلى هناك وأصلي وقد أخذ معه بطرس وابني زبدي وبدأ يشعر بالحزن والكآبة فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت بكوا هنا واصهروا معي وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه يصلي قائلا يا أبي إن كان ممكنا فلتعبر عني هذه الكأس ولكن لا كما أريد أنا بل كما تريد أنت ورجع إلى التلميذ فوجدهم نائمين فقال لبطرس أهكذا لم تقدروا أن تصهروا معي ساعة واحدة اصهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة إن الروح نشيط أما الجسد فضعيف وذهب ثانية يصلي فقال يا أبي إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا بأن أشربها فالتكن مشيئتك ورجع إلى التلميذ فوجدهم نائمين أيضا لأن النعاس أثقل أعينهم فتركهم وعاد يصلي مرة ثالثة وردد الكلام نفسه ثم رجع إلى تلميذه وقال ناموا الآن واستريحوا حانت الساعة وسوف يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين كوموا لنذهب ها قد اقترب الذي يسلمني وفيما هو يتكلم إذا يهوذى أحد الاثنى عشر قد وصل ومعه جمع عظيم يحملون السيوف والعصي وقد أرسلهم رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله فهو هو فاقبضوا عليه فتقدم في الحال إلى يسوع وقال سلام يا سيدي وقبله فقال له يسوع يا صاحبي لماذا أنت هنا فتقدم الجمع وألق القبض على يسوع وإذا واحد من الذين كانوا مع يسوع قد مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه فقال يسوع له رد سيفك إلى غمده فإن الذين يلجأون إلى السيف بالسيف يهلكون أم تظن أني لا أقدر الآن أن أطلب إلى أبي فيرسل لي أكثر من اثني عشر جيشا من الملائكة ولكن كيف يتم الكتاب حيث يقول إن ما يحدث الآن لا بد أن يحدث ثم وجه يسوع كلامه إلى الجموع قائلا أكم على لص خرجتم بالسيوف والعصي لتقبدوا علي كنت كل يوم بينكم أعلم في الهيكل ولم تقبدوا علي ولكن قد حدث هذا كله لتتم كتابات الأنبياء عندئذ تركه التلميذ كلهم وهربوا وأما الذين قبضوا على يسوع فصاقوه إلى قياف رئيس الكهنة وقد اجتمع عنده الكتبة والشيوخ وتبعه بطرس من بعيد إلى دار رئيس الكهنة ثم تقدم إلى الداخل وجلس بين الحراس ليرى النهاية وانعقد المجلس اليهودي الأعلى بحضور رؤساء الكهنة والشيوخ كلهم وبحثوا عن شهادة زور على يسوع ليحكموا عليه بالموت ولكنهم لم يجدوا مع أنه حضر شهود زور كثيرون أخيرا تقدم اثنان وقالا هذا قال إني أقدر أن أهدما هيكل الله وأبنيه في ثلاثة أيام فوقف رئيس الكهنة وسأله أما تجيب بشيء على ما يشهد به هذان عليك؟ ولكن يسوع ظل صامتا فعاد رئيس الكهنة يسأله قال أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ فأجابه يسوع أنت كلتا وأقول لكم أيضا إنكم منذ الآن سوف ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين الكدرة ثم آتيا على سحب السماء فشك رئيس الكهنة ثيابه وصرخ قد جدف لا حاجة بنا بعد إلى شهود وها أنتم قد سمعتم تجديفه فما رأيكم؟ أجابوا يستحق عقوبة الموت فبسقوا في وجهه وضربوه ولطمه بعضهم قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك؟ في تلك الأثناء كان بطرس جالسا في الدار الخارجية فتقدمت إليه خادمة وقالت وأنت كنت مع يسوع الجليلي فأنقر بطرس أمام الجميع وقال لا أدر ما تقولين ثم خرج إلى مدخل الدار فعرفته خادمة أخرى فقالت للحاضرين هناك وهذا كان مع يسوع الناصري فأنقر بطرس مرة ثانية وأقسم إني لا أعرف ذلك الرجل وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقال له بالحق إنك واحد منهم فإن لهجتك تدل عليك فابتدأ بطرس يلعن ويحلف قائلا إني لا أعرف ذلك الرجل وفي الحال صاح الديك فتذكر بطرس كلمة يسوع إذ قال له قبل أن يصيح الديك تكون قد أنكرتني ثلاث مرات فخرج إلى الخارج وبكى بكاء مرا الأصحاح الثامن والعشرون وفي اليوم الأول من الإسبوع بعد انتهاء السبت ذهبت مريم المجدلية ومريم الأخرى تتفقدان الكبر فإذا زلزال عنيف قد حدث لأن ملاكا من عند الرب نزل من السماء وجاء فضحرج الحجر وجلس عليه وكان منظر الملاك كالبرك وثوبه أبيض كالثلج ولما رآه الجنود الذين كانوا يحرسون الكبر أصابهم الزعر وصاروا كأنهم موتا فطمأن الملاك المرأتين قائلا لا تخافا فأنا أعلم أنكما تبحثان عن يسوع الذي صلب إنه ليس هنا فقد قام كما قال تعاليا وانظرا المكان الذي كان موضوعا فيه واذهبا بسرعة واخبرا تلميذه أنه قد قام من بين الأموات وها هو يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه ها أنا قد أخبرتكما فانطلقت المرأتان من الكبر مسرعتين وقد استولى عليهما خوف شديد وفرح عظيم ورقدت إلى التلميذ تحملان البشرة وفيما هما منطلقتان لتبشرات تلميذ إذا يسوع نفسه قد التقاهما وقال سلام فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له فقال لهما يسوع لا تخاف اذهبا كولا لإخوتي أن يوافوني إلى الجليل وهناك يرونني وبينما كانت المرأتان ذاهبتين إذا بعض الحراس قد ذهبوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما جرى فاجتمع رؤساء الكهنة والشيوخ وتشاور في الأمر ثم رشوا الجنود بمال كثير وقالوا لهم كولوا إن تلميذه جاءوا ليلا وسرقوه نحن نائمون فإذا بلغ الخبر الحاكم فإننا ندافع عنكم فتكونون في مأمن من أي سوء فأخذ الجنود المال وعملوا كما لقنوا وقد انتشرت هذه الإشاعة بين اليهود إلى اليوم وأما التلميذ الأحد عشر فذهبوا إلى منطقة الجليل إلى الجبل الذي عينه لهم يسوع فلما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا فتقدم يسوع وكلمهم قائلا قد سلمت كل سلطة في السماء وعلى الأرض فاذهبوا إذن وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم لاب والابن والروح الكدس واعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به وهأنا معكم كل الأيام إلى انتهاء الزمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر